مرحباً أنا جون بيفير وأنا أتشرف بالحديث إليكم في الحادي والثلاثين من مايو 2010 كلمني الله وقال بني أخلصت في تقديم الخدمة إلى المتحدثين بالإنجليزية أريدك الآن أن توصل ما أعطيتك إياه إلى أيدي الرعاة والقادة في جميع أنحاء العالم ولم أفهم قصده إلا حين بدأنا هذه الخدمة واستطعنا أن نقدم أكثر من عشرة ملايين مورد إلى رعاة وقادة مثلكم حول العالم بلغاتهم والهدف من هذه الموارد هو أن نفعل ما أوصان به يسوع وهو أن نذهب إلى العالم أجمع ونتلمذ جميع الأمم ونعلمهم أن يحفظوا جميع ما أوصان الرب به أنا أعرف شعور القادة وأقدر عملكم والجهد الذي تبذلونه والوقت الذي تقدمونه وأعرف استماتتكم في العمل من أجل كلمة الله لذا أريد أن أشجعكم أن تفعلوا هذا ألقوا نظرة على ما أخذتموه وادرسوه لمنفعتكم ثم سترون أن هناك ما يسمى بcloudlibrary.org يمكنكم الدخول على cloud library وتحميل كل شيء مجاناً بلغتكم ونريدكم أن تفعلوا هذا اجمعوا من تقودونهم سواء كانوا شعب كنستكم أو دارس الكتاب واجعلوهم يدخلون على cloudlibrary.org ويحملون كلهم هذه الموارد ثم ألقوا نظرة عليها معاً كمجموعة إذا بنينا كنائس قوية سنغير مجتمعاتنا إن بنينا كنائس قوية فلن تهلك شعوب مجتمعاتنا هلاكاً أبدياً مات يسوع من أجل خطايا العالم كله ويتضمن هذا مجتمعك أيضاً تذكر فكر في طرق مبدعة لعمل دراسات مثل الشهادة حين ينتهون من جزء دراسي أعطيهم شهادة قل لهم إنهم تخرجوا من هذا المنهاج وساعدهم ليقدروا أن ينمو في معرفة الله اخلق فيهم جوعاً للنمو في معرفة الله لأنه إن تغير تأثيرهم على من حولهم سيتغير مجتمعك بشكل أسرع نحبكم جداً في ميسنجر انترناشنال تمتع بالموارد أنا متحمس للتحدث عن قتل الكريبتونايت أولاً أرحب ببروك وألك وماتي وجاستن وأنا أصرع دائماً لكي لا أحسد شعر جاستن لأنك تصفف شعرك بطريقة جميلة على أي حال أنا متحمس جداً للتحدث عن هذا الكتاب لأنني أثق أنه سيحرر الكثير والكثير من الناس وأنا متحمس جداً لذلك لأن الله يحبكم جداً لذا أولاً قتل الكريبتونايت لماذا يسمى كتاب بقتل الكريبتونايت؟ هل هذا الكتاب عن سوبرمان؟ ليس عن سوبرمان لكن هناك الكثير من التشابهات المدهشة بين سوبرمان ومسيرتنا في المسيح كمسيحيين مؤمنين ما هي بعض هذه التشابهات بيننا؟ حسناً أولاً هو ليس من هذا العالم ونحن كذلك ثانياً لديه قوى خارقة من عالم آخر ونحن لدينا قوى خارقة من عالم آخر صحيح؟ يقاوم الشر وكذلك نحن يحرر من يعذبهم الأشرار نحرر من يعذبهم العدو صحيح؟ وماذا لدينا أيضاً؟ يستمد قوته من الشمس ونحن نستمد قوتنا من شمس البر ثم هناك شيء واحد يوقف سوبرمان ما هو؟ الكريبتونايت صحيح؟ ما هو الكريبتونايت؟ إنها مادة مشعة ساعدني ألك بأبحاث كثيرة عن هذا الأمر وأنا أحب هذه القصة ومولع بها إنها مادة مشعة من الكوكب الذي أتى منه سوبرمان حين يحتك بها تعطل قدراته الخارقة وتبطلها تماماً فيصبح مثله مثل أي إنسان عادي وأضعف من الإنسان العادي أيضاً وكذلك نحن أيضاً هناك كريبتونايت كريبتونايت روحي يعطل قدراتنا القادمة من عالم آخر قدرات الملكوت وما يجعل الكريبتونايت يتغلب على سوبرمان هو أنه لا يعرف بوجوده إلا بعد أن يؤذيه ما لاحظته هو أن الكثير من المؤمنين لا يدركون وجود الكريبتونايت الروحي إلى أن يؤذيهم وفجأة تتعطل قدراتهم إن هدف هذه الرسالة مزدوج الهدف الأول كيف تدرك وجود الكريبتونايت الروحي والثاني كيف تمحوه كيف تدمر الكريبتونايت ولكي نبدأ يجب أن أحدد إمكانياتنا أريد أن أقول شيئاً سأضعه على الشاشة هنا لن تشعر أبداً بأي دافع للاستفادة من أية إمكانيات لا تدرك وجودها دعوني أعطيكم مثالاً على هذا الأمر وكيف تخيلت الفكرة منذ بضعة أشهر كان ابني الأصغر في الهند كان يقيم مؤتمراً في تلك الدولة وتعطل نظام تشغيل جهاز الآيفون خاصتي وكنت أريد أن أكتب رسالة لابني إذ كان قد أرسل لي رسالة وكان يحتاج أن أرد عليه يحتاج إجابة من والده أذكر أنني قضيت 15 دقيقة وأنا أكتب الرسالة له ثم يختفي كل شيء كتبته وأكتب الرسالة مرة أخرى ثم تختفي مجدداً قضيت 20 دقيقة لأرسل لأردن جملة واحدة وكنت أريد أن أقول أكثر بكثير كنت أشعر بالإحباط الشديد ابني في الهند وهو في حاجة ماسة إلى مشورة من أبيه ولا يمكنني أن أرسله بالمختصر كنت محبطاً جداً ثم أخذت هاتفي إلى الخبراء وقالوا إن المشكلة في نظام التشغيل وأصلحوه في ثوان لأنني جربت كل الطرق لأصلحه ولم أستطع وفجأة بدأت أفكر لو هذا منذ مئة عام كنت سأصر كثيراً بكتابة جملة واحدة لابني في الهند وقتها لم أكن لأتصل به لذا حين تكون مدركاً أن لديك إمكانيات ولا تسلك بها تشعر بالإحباط وهذا ما أريده أن أحبطكم في هذا الدرس الأول أريد أن أحبطكم لأنني أريد أن أريكم إمكانياتكم فتشعرون بما شعرت به حين تعطل هاتفي لماذا لا يعمل هذا الشيء؟ إذن أول شيء أريد أن أتحدث عن عظمة الله ما سأقوله معروف هذا لا يخص المؤمنين فقط بل غير المؤمنين أيضاً لأن روما واحد تسعة عشر وعشرون تقول هذا لأن المعرفة عن الله واضحة لهم لأن الله جعلها واضحة لهم يستطيع الإنسان أن يفهم وأن يدرك صفات الله غير المرئية كقوته السرمدية وألوهيته لأن إدراكها ممكن من خلال الأشياء التي خلقها إذن حتى غير المؤمنين يعرفون أن الله كلي العلم كلي العلم معناها غير محدود في معرفته وحكمته وفهمه إنه كلي لوجود أي أنه في كل مكان ويعرف حتى أعماق أفكارنا وأسرارنا يعرفها كلها غير المؤمن يعرف ذلك إلا إن أقلع نفسه بأنه لا يعرف غير المؤمن يدرك قوة الله بولوس يقول هذا إنه كلي القدرة وليس شيء أقوى منه ارتدت مطاعم وقال لي أناس لم يكن لهم علاقة بيسوع قال لي مقدم الأطعمة لغزا عن الله كان اللغز يتحدث عن أنه لا يوجد شيء أقوى من الله رجل ربما من دين آخر يخبرني ما يعرفه لأن الله قد وضع الأبدية فينا لقد وضع الله معرفته في كل إنسان الله ليس له بداية ولا نهاية هذا هو الإله المكتوب عنه أنه قاس كل قطرة ماء على هذا الكوكب براحة يده ومكتوب أيضا أنه قاس السماوات بشبره أقصد أضخم الكائنات في الكون كله ما زالت تصرخ حين تدرك عظمته تصرخ في كل لحظة وتهز مبنى ما في السماء يحوي بلايين الكائنات هذا هو الإله الذي نعبده والذي ندعوه أبانا والآن بما أننا أبناؤه ألا نعكس صورته فكروا انظروا إلى هذا في يحنى الأولى 4.17 إحدى آيات مفضلة فنشبه المسيح فنشبه المسيح في هذا العالم لاحظ أنه لا يقول فنشبه المسيح يوما ما في السماء بل يقول يحنى بكل وضوح في الآية فنشبه المسيح في هذا العالم تخيلوا يقول بوترس ووهبنا هبات عظيمة وثمينة وعدنا بها بهذه الوعود اسمعوا هذا جيدا يمكننا أن نشترك في الطبيعة الإلهية تأملوا في هذا نشترك في الطبيعة الإلهية كلمة الإلهية معناها باليونانية ومعناها بالعربية الذي يخص الله وحده وينبثق منه الطبيعة معناها إحضار الجوهر والطبيعة الأساسية والممتلكات الطبيعة الأساسية والممتلكات دعوا الاثنين معا يكون كلام بوترس الله يمكننا من أن نشترك في الطبيعة الأساسية التي تخص الله وحده والآن ألا تتضايقون حين يقول راع أو خادم أو مؤمن نحن المؤمنون لا نختلف عن الخطاط إلا في أننا مغفور الخطايا حتى الطبيعة تعلمنا ما هو غير ذلك هل سمعت من قبل عن أسد يلد سنجابا؟ هل سمعت من قبل عن أسد يلد قطة؟ تفهمون هذا؟ الأسود لتلد قطة أليفة صحيح؟ طريقة سلوكنا وطريقة وعظنا تجعلك تفهم أحيانا أنه حسنا نحن أولاد الله ولكننا قطة وهو الأسد إن أسد صبت يهوذة لا يلد قطة أليفة ربما يلد أطفالا ولكنهم على صورته كمثاله أتفهمون؟ هل وصلتكم الصورة؟ هل ترون هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ يجب أن نمتلك شخصية خارقة يجب أن نكون خالين من العيوب صحيح؟ يجب أن نكون أمناء يجب أن يكون فرحنا غير محدود وحبنا غير محدود وسلامنا غير محدود صحيح؟ يجب أن نكون أكثر محبين على وجه الأرض يجب أن تكون لنا قوة خارقة أي مرض هذا الذي يمكن أن يقف أمام أبناء الله؟ من يشبهون المسيح في هذا العالم؟ أفهمتم؟ ينبغي أن نكون أصحاء يجب أن يكون عقلنا سليما وصحتنا جيدة وأن يكون لدينا موارد لنفعل ما يحتاجه تقدم الملكوت والآن هل هذه الصفات التي تكلمنا عنها واضحة في الكنيسة اليوم؟ دعونا نكون صادقين في تقييمنا هل ترون بالفعل فرقاً كبيراً بين المؤمنين وأهل العالم اليوم؟ خاصة في مجتمعنا الغربي؟ يجب أن أكون صريحاً لا نرى أي اختلاف انظروا إلى هذه الكلمات هل نرى اختلافاً كبيراً بين شعب الله وأهل العالم؟ هل نحن مميزون؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجاناً اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org هل نحن مميزون؟ معدل طلق المؤمنين يقارب معدل أهل العالم وماذا عن الحسد والغيرة؟ هناك مؤمنون يقاضون بعضهم بعضاً وصحتنا؟ هناك مؤمنون كثيرون يتألمون هل تبدو هذه الرؤية التي رسمتها سامية بزيادة؟ هل لا تأملتم في العهد القديم؟ لنتحدث عنه انظروا إلى يوسف انظروا المسحة كان هذا الرجل يعرف أنه يمكن أن يدخل في مشكلة ولكنه قاوم زوجة سيده التي كانت تغويه كانت تملك روح أغراء في مقلتيها لكن يقول الكتاب إنه كان يومياً يرفض لدرجة أنه ألقي في الزنزان لأنه يحمي مسحته هذا في العهد القديم صحيح؟ انظروا لدانيال يجب أن أقرأ هذا كتاب دانيال أصح 6-3-4 ولأنه كان في دانيال روح يتفوق به على الوزراء والولاة الآخرين هذا في بابل فقد كان الملك يفكر بأن يجعله مسؤولاً عن كل المملكة أقوى دولة في ذلك الوقت وبلأ الوزراء والولاة يبحثون عن علة في دانيال في الأمور المتعلقة بالحكومة لكنهم لم يجدوا سبباً لإدانته ولا فساداً هذا في العهد القديم هل تسمعونني؟ لم يجدوا سبباً لإدانته ولا فساداً فيه هذا دانيال حدثني عن الابتكار والإبداع الحكمة لقد لمع فوق الكل ولم يكن قد تربى على أيدي معلم بابل كانوا أفضل المعلمين والعلماء في العالم لكنه كان من إسرائيل الصغيرة وكان أحكم منهم كان أحكم منهم عشر مرات إذا نظرتم إلى الماديات في العهد القديم في وقت ما كانت الفضة بكثرة الحجارة فكروا في ذلك بكثرة الحجارة ملوك الأول عشر واحد وعشرين وسبعة وعشرين في وقت ما في إسرائيل لم يكن هناك فقير واحد في الدولة كلها اسمعوا هذا الكلام وقد عاش كل الشعب في يهوذة وإسرائيل في سلام وأمن من دان إلى بئر السبع أي من أقصى شمال إسرائيل إلى أقصى الجنوب كان لكل عائلة منزل وحديقة إذن لم يحتاجوا دعما من الحكومة لم يكن هناك خدمة اجتماعية ولا بطالة أتفهمون؟ كان هذا في عهد أدنى يجب أن تذكر عبرانين ثمانية ستة لكن يسوع قد أعطي خدمة أعظم جدا مؤسس على وعود أفضل حسنا لننتقل إلى العهد الجديد لنتحدث قليلا عن هذا الأمر في العهد الجديد أتعلمون ماذا كانوا يقولون عن المؤمنين؟ هؤلاء هم الذين أثاروا الفتن في جميع أنحاء العالم غير المؤمنين قالوا هذا عن المؤمنين دخلوا مدينة وقالوا أوه هؤلاء هم الذين أثاروا الفتن في جميع أنحاء العالم وقد وصلوا إلى هنا لم يحتاجوا أبدا أعمال أربعة ثلاثة وثلاثين وأربعة وثلاثين وكانت بركة عظيمة من الله عليهم ولم يكن أحد منهم محتاجا فكروا في هذا حسنا كان المؤمنون أي مؤمن العهد الجديد كانوا بحاجة إلى أن يقنعوا الناس أو المدن أنهم ليسوا آلها قال بوترس لضابط رومني أي تابع لأقوى جيش في العالم إنهض ما أنا إلا بشر وأيضا إذا نظرتم إلى سكان ليسترا كانوا يظنون أن بولوس إلها واضطر بولوس أن يشق ثيابه ويقول ما هذا لسنا آلها أما سكان مالطا فقد استنتجوا أن بولوس إله إذن سكان هذا العالم أتحدث عن المؤمنين الجددي من كتاب الأعمال كان سكان هذا العالم يرونهم أبطالا وكأنهم سوبرمان جيلهم هذا قبل ظهور سوبرمان ظهر سوبرمان عام 1930 تقريبا اخترعه شابان في المدرسة الثانوية الأمر معروف إنها حكاية شعبية أمريكية عن سوبرمان لكن لم يكن هناك سوبرمان في زمن الكنيسة الأولى لكنهم كانوا هم سوبرمان زمنهم هل نحن سوبرمان؟ انظروا إلى الكنيسة الأولى انظروا إلى نتائج انظروا إلى يوم الخمسين لم يكن هناك إعلانات ولا مواقع تواصل ولا راديو ولا تلفاز وثلاثة ألاف نفس قبل الخلاص هل تتخيلوا خدمة كنسية لا يستخدمون فيها أي مواقع تواصل ولا إعلانات مطبوعة ولا تلفاز ولا راديو تعقد اجتماعا فيخرص ثلاثة ألاف وتلفت انتباه المدينة ثم بعد ساعات قليلة تجد شخصا مولودا أعرج كان بطرس قد أقامه للتو وبدأ يقفز أتفهمون؟ ترى كيف فكر الناس أوه يا إلهي نعرف أن هذا الرجل يشحذ منذ سنوات نعرف أنه ولد أعرج لكنه يجري ويقفز ثم خمسة ألاف شخص يخلصون ولم يعظ بطرس ويحنى على منبر لأنه كان سيقبض عليهم فكروا في هذا خمسة ألاف يخلصون كان يوم خدمة ناجحا ثم انظروا إلى سنوات الكنيسة الأولى يقول الكتاب تزلزل المكان كثيرون منكم يعرفون أنتم تعرفون أن الكتاب لا يبالغ صحيح تعرفون كيف نبالغ نحن في الكلام تزلزل المكان انظروا لبطرس كان سائرا في شوارع أوروشاليم في شوارع أوروشاليم وكان الناس يضعون أمامه العرج والعمي والمقعدين وكانوا يشفون هذا مثل مؤمن يسير اليوم في مستشفى فيفرغ المستشفى هذا ما نتحدث عنه هنا كان هناك زوج وزوجة أتيا وأحضرها تقدمة وقالوا كلام كذب عن التقدمة فسقطا ميتين هل تتخيلون شخصا يخضر عشوره للكنيسة ويسقط ميتا لأنه كذب هل ترون المفارقة هنا حسنا لكن هل تعرفون ماذا يقول الكتاب الكنيسة قبل مجيء يسوع مباشرة ستكون أقوى وأمجد من الكنيسة التي أصفها الآن حسنا فكروا أتوسل إليكم تفهموا هذا جيدا هذا ليس كلاما فارغا إنها الحقيقة قال الله مجد الكنيسة الأخيرة سيكون أعظم من الأولى كتبت فصلا كاملا في قتل الكريبتونايت أرسم هذه الرؤية حسنا في الكنيسة الأولى كانت مدن كاملة تخلص ذهب في لبوس إلى السامرة فخلصت المدينة انظروا لبطرس أقام فتاة من الموت ويقول الكتاب المقدس إن نيافة كلها أتت للرب المجتمع كله نحن لا نتحدث عن جماعة قليلة لكن انظروا إلى ذلك الرجل الأعرج أقام بطرس شخصا أعرج وآمن كل من في لودة وسارون خلص كل من في المدينتين صحيح؟ إذا نظرتم إلى أعمال الرسل التسعة عشر يقول إن كل منطقة آسيا سامعت كلمة الرب في سنتين فقط بدون إنترنت ولا تلفاز ولا راديو كل شخص كان يسكن ليس في المدينة فقط بل في منطقة آسية سامع الكلمة في سنتين حسناً لنكن صادقين هل هذا ما نراه اليوم؟ أنا أذهب إلى مدن وأتحدث في كنائس بها خمسة عشر ألف عضو أنا سعيد جداً بهؤلاء خمسة عشر ألفاً لكن أتعلم ماذا يدور في رأسي حينها؟ ماذا عن بقي مليونين في المدينة؟ هل يتأثرون بالكلمة؟ لماذا لا نرى مدناً كاملة تخلص؟ لذلك سأطرح هذه الأسئلة هل نختلف عن الآخرين كشعب الله المميز؟ أرجو أن أكون قد أحبطتكم الآن هل نعيش مثل يسوع؟ لأن الكتاب لا يقترح بل يأمر صحيح؟ يأمر قائلاً من يقول إنه ثابت في الله فليعش كما عاش يسوع حسناً هل قوى السماء الخارقة للطبيعة واضحة في كل شخص فينا؟ هل يقولون عننا الذين أثاروا الفتن في العالم؟ ونضطر أن نقول لسنا آلهة؟ أو نحن لسنا أبطالاً خارقين؟ هل أنت معي يا بروك؟ هل تفهمون؟ هل تخلص مدن كاملة؟ لنحكم بصدق لنكن صادقين الآن هل اخترعنا حججاً؟ هل غيرنا اعتقاداتنا لكي نعوض الكريبتونايت الروحي؟ فكروا في هذا سوبرمان لديه قوى خارقة الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يعطل هذه القوى ويقفه هو الكريبتونايت هل غيرنا هل غيرنا الاعتقادات التي نؤمن بها لكي نتأقلم مع قوة الكريبتونايت الروحي ولكي نتأثر به لنكون غير مختلفين عن الناس العاديين ونشعر بالاكتفاء؟ دعونا نفكر بجدية حقاً حسناً إذن هناك كريبتونايت روحي إنه في الكتاب كله لكن بولوس يذكره لكنيسة كورينثوس وسأقول مقدمة فقط لأشوقكم للدرس القادم أتسمحون؟ يقول في كورينثوس الأولى 11-30 لذلك بينكم كثيرون ضعفاء انظروا إلى كلمة ضعفاء كلمة ضعفاء اليونانية ولا أنطقها إنها في الكتاب تعني نقص القوة والصلابة أو أن تكون عاجزاً وخائراً هذه الكلمة يمكن أن تشير إلى نواحي كثيرة في الحياة لكنها تتحدث عن حالة نقص القوة لنكون على حقيقتنا هذا معناها حين يقول بولوس لذلك بينكم كثيرون ضعفاء حسناً وهكذا كما فعل الكريبتونايت بسوبرمان يفعل الكريبتونايت الروحي بالكنيسة ويفعل بنا كأفراد أيضاً هذا ما يتحدث عنه بولوس وهذا ما أريد أن أناقشه في دروس قتل الكريبتونايت والآن أريد أن أقول الكتاب مفصل سنأخذ ثمانية دروس وسأستمتع بالتحدث عنها معكم لكن لن يمكنني أن أغطي الكتاب كله لذا سأختصر وأعرف أن بعضكم الآن يشاهدوا هذا بمفرده أو يشاهدوا مع عائلته أو تشاهدون هذا كمجموعة أو ككنيسة أريد أن أؤكد على أهمية الحصول على كتاب قتل الكريبتونايت وقرؤوه أعرف كم مشغوليات الحياة اليوم لذلك ما فعلته هو طلبت من الروح أن يعطيني الكتاب بطريقة تمكن الناس من هضمه على أيام تقرأ كل يوم فصلاً قصيراً في 12 دقيقة إن كنت قارئاً سريعاً وفي 15 دقيقة إن كنت بطيئاً إذن يمكنك أن تقرأ كل يوم فصلاً في ربع ساعة ثم نجتمع معاً ونتحدث وهذا سيفيدك أكثر ستدخل المزيد من كلمة الله في داخلك لذا أشجعكم أن تفعلوا هذا أراكم في اللقاء الثاني سعيد بعودة إليكم نتحدث عن قتل الكريبتونايت ونحن في درسنا الثاني في آخر الدرس السابق كأننا فتحنا علبة مليئة بالديدان من الأفضل أن أعود إليها يتحدث بولوس عن هذا الضعف هذا الكريبتونايت مع كنيسة كورينثوس وسأدخل إلى ما كان يقوله كورينثوس الأولى 11 على كل واحد أن يفحص نفسه وبعد ذلك يمكنه أن يأكل من الخبز ويشرب الكأس فمن يأكل الخبز ويشرب الكأس دون أن يهتم بالذين هم جسد الرب في ترجمة أخرى دون أن يميز جسد الرب فإنه يأكل ويشرب دينونة عليه يتحدث إلى الكنيسة أتفهمون هذا؟ هذه كنيسة كورينثوس أليس كذلك؟ ثم يقول لذلك بينكم كثيرون دعفاء ومرضى وكثيرون ماتوا ماتوا قبل الوقت هذا موضوع خطير وكما قلت في درسنا السابق نحن نتجنب هذا الأمر وهذا خطأ هذا موجود في الكتاب لسبب هذا في العهد الجديد لسبب دعوني أبدأ أولا بهذا يتحدث بولوس عن سلوك معين في كنيسة كورينثوس صحيح؟ لكن ما فعله الكثيرون هو أنهم حدوا من العواقب إلى مجرد سلوك معين بمعنى آخر هناك شيء أعمق بكثير من مجرد شرب عصير العنب وأكل الخبز نتحدث عنه هنا إنه الأمر الموجود وراء ما نفعله ويساعد على التعرف على الكريبتونايت الروحي ما معنى كلمة ضعيف؟ ذكرت هذا بسرعة من قبل وسأكرره إنها الكلمة اليونانية التي لن أنطقها لأنني لا أريد أن يتضايق مني اليونانيون لكن معنى هو نقص القوة والصلابة أو أن تكون عاجزا وخائرا حين تسمعون جملة كهذه تقول في نفسك أوه انتظر لحظة لهذا السبب يأتي قضاء الله كل هذا دعوني أوضح الأمر هل تتخيلون أن طبيبا شخص ورما صغيرا في شخص ولا يريد أن يقول له خبرا سيئا ففكر قائلا سيفسد هذا الأمر يوم الرجل فبدلا من أن يقول الطبيب هناك ورم صغير سنزيله بعملية بسيطة يقول أتعلم أنت بصحة جيدة يمكنك أن تستمتع بزوجتك وأطفالك واستمر في ممارسة الرياضة وكل طعاما صحيا ماذا سيحدث بعد عامين سيموت الرجل بسبب الورم الذي سيصبح لا علاج له هل هذه محبة أن يتجنب إخبار الرجل خبرا سيئا؟ هكذا تصرف بولوس مع تلك الكنيسة أتفهمون؟ سأدخل في هذا الموضوع بعد قليل يقول هنا سبب الضعف الكريبتونايت تذكروا أن الكريبتونايت يضعف سوبرمان إنه يتحدث هنا عن ما يضعف الكنيسة كلها الملك داود دعوني أصل إلى ما نتحدث عنه هنا ما نتحدث عنه يدعى الخطية المعلنة هذا ما كان يفعله هؤلاء هل كانت مجرد شرب عصير العنب؟ هل هو التناول فقط؟ إنها الخطية المعلنة وسأتحدث عنها في هذا الدرس وفي التالي ذات مرة لم يتب داود عن خطية ارتكبها اسمعوا ما يقوله في مزمول 32 تبخرت قوتي كما تتبخر رطوبة النباتات في حر الصيف انظروا إلى هذه الكلمات اختفت قوتي في ترجمة The Message يقول كل سوائل حياتي جفت بسبب عدم مواجهة الخطية عصيان الله وفي مزمول 31 يقول داود همومي تنهى شقوتي ماذا فعل الكريبتونايت بسوبرمان؟ لقد نهى شقوته الخارقة للطبيعة أليس كذلك؟ إذن إذن أريد أن أنبه بقوة على أمر هنا ومن المهم جدا أن تسمعوا ما سأقوله الآن بولوس لا يقول الكلام التالي هذا هو السبب في حدوث أي ضعف أو مرض أو موت مبكر بينكم لماذا لم يقل هذا؟ لأننا في عالم ساقط وهناك هجمات هناك مرضى وهناك من يموتون مبكرا وهناك من يمرون بسراعات بقدر قدرتهم ليس بسبب الخطية بل بسبب العالم الساقط والهجمات هل تتذكرون حين قال التلميذ ليسوع من الذي أخطأ؟ حتى ولده هذا الرجل أعمى أهو أم ولداه؟ ماذا فعل يسوع؟ لقد أوقف بسرعة وبحسم هذا الفكر الرهيب الصادر من الرسل قال لم يولد أعمى بسبب خطيته أو خطية والديه بل لكي تظهر قوة الله في شفائه لكن من ناحية أخرى الرجل الذي ظل أعرج ثمانية وثلاثين عاما الذي شفاه يسوع عند بركة بيت حسدة ماذا قال له يسوع؟ قال ها إنك قد شفيت فكف عن الخطية حتى لا يصيبك ما هو أسوأ هذا هو الجانب الآخر هناك عواقب للخطية هل تتابعونني؟ حسناً أذكر في بداية إيماني في بداية الثمانينات كان هناك ذلك التعليم الرهيب منتشراً في بعض الدوائر يقول إنه إن كان لديك مشاكل في الحياة أو مرض أو ضعف فإن هناك خطية تخفي في حياتي أقول لكم إن هذا يحزن قلب الله لا بد أن الله غاضب من هذا الكلام والقيادة الجيدة والتعليم الكتبي وضع حداً لهذا ما زال هناك البعض منه لذا أريد أن أؤكد على أن بولوس لم يقل إن هذا سبب أي مرض أو ضعف لكن لدينا حادثة يقول يسوع فيها إن أخطأت سيصيبك أسوأ ويقول بولوس نفس الشيء بمعنى آخر هذه الكنيسة تعاني من عواقب بسبب تصرفاتهم وهذا ما نريد أن نتحدث عنه وأريد أن أقول إن لم نتحدث عن هذا الأمر فنحن لا نحب بحق حسناً دعونا نعود إلى مثال الطبيب هل كان ذلك الطبيب مهتماً بالمريض اهتماماً حقيقياً إذ لم يخبره بما سيتسبب في موته؟ هذه عدم محبة انظروا بولوس كان بولوس يحب كنيسة كورينثوس بشدة يقول في كورينثوس الثانية كتبت إليكم بقلب مليء بالانزعاج والعذاب وبدموع كثيرة لا لكي أحزنكم بل لتعرفوا عظم محبة لكم فمن كتب هذا وقال بسبب هذا أنتم الآن تحت حكم الله هو من قال إنه يحبكم بشدة لماذا؟ لأن الله يحبهم لذلك حين تسمع كلمة حكم الله لا تفكر في الجحيم والنار الحكم هو قرار قرر الله أن يفعل شيئاً وهو أن ينسحب من مكان ما يقول بولوس هذا لكنيسة كورينثوس قال فإني مستعد بكل سرور أن أنفق مالي ونفسي من أجلكم فهل تقل محبتكم لي بينما تزيد محبتي لكم؟ ما يقصده هو لأنني أحبكم وأقول لكم الحقيقة تظنون أنني لا أحبكم فلا تحبونني وتغضبون أنتم تفضلون المديح أذكر أنه في وقت ما في حياتي كنت معروفاً بأنني أكثر شخص يحب الناس في الكنيسة كلها في منتصف الثمانينات كنت في كنيسة بها ثمانية ألاف عضو وكان فريقنا ثلاثمائة وقد وصل إلى أربعمائة وخمسين ذات مرة سمعت هذا من أعضاء الكنيسة جون بيفير أكثر شخص يحب الناس في الكنيسة وأعجبني ذلك وفي يوم كنت أصلي وقال الروح يقول الناس عنك إنك أكثر شخص يحب الناس في الكنيسة فقلت نعم تعرفون أنه حين يقول الروح شيئاً كهذا تفهم أن الأمر لن ينتهي على خير حسناً يتحول إلى خير في النهاية أذكر أنني قلت نعم فقال في الحقيقة أنت لا تحبهم قلت ماذا؟ قال جون هل تريد أن تعرف لماذا تقول للناس كلاماً جميلاً حتى لو كان غير صحيح؟ قال لأنك تخشى أن يرفضوك من هو مركز محبتك؟ نفسك فقلت يا للهول قال إن كنت تحبهم كنت ستقول الحقيقة التي يحتاجون إليها بولوسف على ذلك وبعد ذلك تحولت إلى النقيد أصبحت شخصاً قاسياً وصعباً واستمريت لسنوات وأذكر في عام 2001 أقمت مؤتمراً أوروبياً وقال أحدهم إنني أضرب الخراف وسمعتها من ثلاث قارات جون يضرب الخراف وتسبب هذا في إلغاء دعواتي لاجتماعات كبيرة وأذكر أن هذا جعلني أصلي كما لم أصلي من قبل فقلت يا رب ملأني بالحنان وأذكر أنني بعد سنوات ذهبت إلى كنيسة كنت قد غبت عنها خمس سنوات بعد حادثة 2001 وقال القص يا جون رسالتك لم تتغير لكنك مفعم بالحنان وعندما كتبت هذا الكتاب أردت أن أتوقف حوالي ستة أو سبع مرات لأن رسالته قوية لكن الروح القدسة كان في كل مرة يقول لا الكتاب يتحدث عن أمور فيا يا رب هذا قوي لكنني أدركت أنني إن كنت أحب الناس حقا يجب أن أكشف لهم الحقيقة كما فعل بولوس مع هذه الكنيسة يقول لكن على كل واحد أن يفحص نفسه ثم يأكل فمن يأكل الخبز ويشرب الكأس دون أن يهتم بأولئك الذين هم جسد الرب فإنه يأكل ويشرب دينونة عليه لذلك بينكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون قد ماتوا كان سيكون أسهل علينا في الاستيعاب إن قال بولوس لذلك بينكم البعض لكن بولوس يقول بينكم كثيرون حسنا هذا ما علينا إدراكه بولوس لا يتحدث إلى أفراد بل إلى الجسد ككل إلى تلك الكنيسة كنيسة كورينثوس حسنا لكي نفهم الأصحاح الحادي عشر يجب أن نعود إلى العاشر في الأصحاح العاشر تجد بولوس يقول حدثت لهم هذه أي لإسرائيل مثالا لنا وكتبت من أجل تحذيرنا نحن الذين أدركتنا نهاية العصور إن بولوس لا يقدم درس تريف الأصحاح العاشر بل يعطينا مثالا توضيحيا ليحذرنا في عصرنا حسنا يفتتح الأصحاح العاشر بقوله كانوا جميعا جميعا تحت السحابة أي روح الله وعبروا جميعا البحر الأحمر وتعمدوا جميعا وأكلوا جميعا الطعام الروحي نفسه جميعهم صحيح وشربوا جميعا الشراب الروحي نفسه إذن التأكيد هنا على كلمة جميعهم إنه يشير إلى جسد واحد ثم يقول في كورينثوس الأولى الأصحاح العاشر فالرغيف الواحد من الخبز يعني أننا نحن الكثيرين يتحدث عن التناول مجددا صحيح الآن دعوني أقول التناول وقتها كان مختلفا تناولنا عبارة عن مراسم ولكن وقتها كان وجبة فعلية فالرغيف الواحد من الخبز يعني أننا نحن الكثيرين نؤلف جسدا فكروا في بني إسرائيل ألم يوحدهم أكلهم ذبائح المذبح إذن التأكيد كله هنا في عشر وإحدى عشر على الجسد الواحد حسنا الصورة الأكبر هنا هي أن كنيسة كورينثوس لم تفهم معنى جسد الرب أريد أن أقرأ هذا هل صدر الحكم بالضعف والمرض والموت قبل الأوان مباشرة على كل فرد من الذين كانوا يخطئون أم أن جسد المسيح ككل في كورينثوس كان يعاني من هذه العواقب بسبب سلوك بعض أعضاء الجسد هذا ما سنسأل فيه حسنا هذا سؤال صعب لكن عليكم أن تظلوا معي لكي نشرح هذا دعونا نعود إلى كلام بولوس لكن لنعود إلى جيل يشوع كان يتحدث عن أن موسى أخرجهم من مصر لننتقل إلى يشوع هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org عندما عبروا الأردن أول مدينة هاجموها كانت أريحة صحيح؟ كانت أريحة كبيرة جداً كانت المدينة التي رجع منها الجواسيس يقولون مستحيل حين رأوها قالوا مستحيل إنهم عماليقة ونحن كالجراد إنها ضخمة ومحصنة ورغم ذلك ذهبوا ودمروا تلك المدينة حرفياً ولم يقتل ولم يجرح ولا واحد من إسرائيل ودمروها تدميراً كاملاً أتفهمون؟ لكن اسمعوا هذا قبل أن يدخلوا أريحة قال الله لهم هذه الكلمات اسمعوا هذا قال الله لبني إسرائيل دمروا المدينة وكل ما فيها تقدمة لله لا تقتربوا من الأشياء المعدة للتدمير وأما كل الفضة والذهب والأدوات البرونزية والحديد فهي مقدسة لله وينبغي أن توضع في خزنة الله أمر الله بهذا أريحة لي إنها بكورة كل شيء له قيمة يدخل إلى خزنة الله صحيح؟ والآن دمر إسرائيل أريحة لم يجرح أي واحد منهم المدينة التالية دخلوا مدينة تدعى عاي حسناً والآن قبل أن يدخل عاي نجد تعليقاً داخلياً صغيراً مكتوب في يشوع سبعة ولكن بني إسرائيل لم يطيع الوصية المتعلقة بما ينبغي إطلافه فقد أخذ عاخان بعض الأشياء مما كان ينبغي إطلافها فغاضب الله على بني إسرائيل لحظتم أنه لم يقل عاخان لم يطع الوصية بل قال بني إسرائيل والله غاضب على إسرائيل وليس على عاخان فقط لأنهم جسد واحد أعني إن ضربتك قبضتي لن تغضب من قبضتي بل ستقول أنا غاضب منك صحيح؟ ستغضب مني أنا صحيح؟ صحيح؟ نحن جسد تذكروا نحن أعضاء كثيرون في جسد المسيح الواحد مثلا حين تذهبنا للجلسة سبايا بنات حين تأخذنا مساج رأس الجسم كله يستمتع صحيح؟ صحيح؟ إن جرحت إصبعك جسمك كله يتضايق إن أصبت بنزلة برد يتعب الجسم كله لذلك لم يقل الله رجل يضع عاخان بل قال بني إسرائيل حسنا والآن ذهبوا إلى عاي وقالوا إنها صغيرة لنرسل ثلاثة ألاف محارب هذا موجود في يشوع سبعة ثلاثة وأربعة أرسلوا ثلاثة ألاف فقط لأنها مدينة سهلة لكن في الأعداد أربعة وخمسة ولكنهم أجبروا على التراجع وقاتل رجال عاي نحو ستة وثلاثين رجلا منهم ولحقوا بهم من أمام البوابة إلى مكاسر الحجارة وقتلوهم ما رأيكم؟ مدينة صغيرة تهزم إسرائيل حارب ستمائة ألف أريحة ولم يقتل أحد ولم يجرح أحد ثم في المدينة الصغيرة هزم ثلاثة ألاف وقتل ستة وثلاثون ستة وثلاثون زوجة لم يعد زوجها من الحرب وأيضا ستة وثلاثون أبا وأما لم يعد ابنهم من الحرب ستة وثلاثون جنازة أتفهمون؟ أترون هذا؟ فسرخ شعب إسرائيل وخر يشوع وقال القادة يا رب تخليت عنا كان الشعور الطبيعي أنا غاضب من الله هل رأيتم غاضبين منه؟ لا تغضب تعلموا هذا لا تغضبوا من الله أبدا إن حدثت مشكلة فالله ليس السبب المشكلة ليست في الله هتفهمون؟ خروا جميعا على وجوههم تخليت عنا يا رب كان من المفترض أن نظل في الصحراء بدأوا يجنون فقال الله ليشوع انهض لماذا أنت منبطح على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل لم يقل قد أخطأ عخان بل قال قد أخطأ إسرائيل لأنهم جسد واحد أترون هذا؟ فقاموا بعملية إزالة للشر أعلن الله عن الرجل واسمع ما قاله عخان حين كشف نعم فأنا من أخطأ إلى الله إله إسرائيل رأيت وسط الغنائم ثوبا بابليا ومئتي مثقال من الفضة وسبيكة ذهب تزن خمسين مثقالا فاشتهيتها فأخذتها عصى عخان الله عن قصد لقد أخطأ عن قصد دخل إسرائيل تحت تأثير الكريبتونايت كانوا محصنين في أريحة وسحقوا في بلد صغيرة بسبب الكريبتونايت الروحي والمذهل في الأمر أنه ليس رجل يدعى خان فقط هو من عان من العواقب بل الأمة كلها والآن نعود إلى بولوس انظروا لما يقوله في كورينثوس الأولى 11 يقول لأنكم حين تأكلون يسارع بعضكم إلى تناول عشائه الذي أحضره لنفسه فيجوع واحد ويسكر آخر يقول المفسرون هنا إن الأغنياء كانوا يصلون مبكراً وكانوا يأكلون كل الطعام وتركون الفتاة للفقراء تذكروا أنها كانت وجبة وليست مراسم إذن الخطية هي أنهم فعلوا ما قال الله لهم أن لا يفعلوا حسناً مثل السكر والشراهة والطمع أترون هذا؟ لنعود إلى بولوس لاحظوا أنه يقول بعضكم ترون هذا؟ استمروا في القراءة لننزل فمن يأكل الخبز ويشرب الكأس دون أن يهتم بأولئك الذين هم جسد الرب؟ هل تفهمون ما يقصده من قوله جسد الرب؟ حين يقول جسد الرب لا يتحدث عن الخبز هنا بل يقصد الجسد إسرائيل أتفهمون؟ فإنه يأكل ويشرب دينونة عليه لذلك بعضكم لذلك بينكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون ماتوا والآن دعوني أقرأ لكم من تفسير محترم اسمه تفسير ضعامة العهد الجديد لا يجب أن يفترض الناس أن المرضى أو الذين يموتون قد أذنبوا وارتكبوا خطية لكن مثل معظم أوبئة القضاء الإلهي في العهد القديم يمكن أن يقع الوباء بشكل عشوائي على المجتمع ككل أترون هذا؟ حسناً حسناً هل؟ تسألتم من قبل لماذا لدينا أمهات عازبات لا يستطعن تغطية نفقاتهن؟ لماذا يموت الناس كثيراً في كنائسنا قبل الوقت؟ لماذا يوجد أناس لا يشفون؟ مكتوب وضع الناس في الطرق وكانوا يبرؤون لنكن صادقين أتعرفون ماذا؟ اقتربت من عمر الستين وقد سئمت جداً من عدم مواجهة الحقيقة أحب الناس كثيراً وأريد أن أرى الناس أحراراً أريد أن أرى كنائسنا تؤثر في المدن وأنا أسأل أسئلة الآن سألناها كلنا لكننا خفنا أن نعلنها لكنني لن أفعل هذا بعد الآن وأصلي أن تتمكنوا من سماع روح الكلام الذي أقوله لكم وأن تفهموا أننا نبحث عن حلول ولا نوجه أصابع الاتهام لأحد حسناً نحن نريد حلولاً لأننا لا نريد أن نرى الكريبتونايت في الكنيسة صحيح؟ هل يمكن أن يكون الوضع هو أن خطية البعض تؤثر على حياة آخرين كثيرين اليوم في جسد المسيح هناك موقف آخر يتحدث عنه بولوسو مع نفس الكنيسة هناك رجل يعيش في خطية معلنة يتجع مع زوجتي أبيه أمه الثانية حسناً وهو يقول أنا مسيحي أنا أنتمي إلى يسوع وكان بولوسو من المسؤولين عن تلك الكنيسة وأريد أن أقرأ لكم أربع آيات مختلفة وردت في ثلاثة عشر عدداً في كورث السلولة خمسة قال بولوسو كان عليكم أن تطردوا هذا سلموا هذا الرجل للشيطان وها هي آية أخرى فتخلصوا من الخميرة القديمة بطرد ذلك الرجل وقال أيضاً أخرجوا الشرير من بينكم في أربع آيات من ثلاثة عشر عدداً يقولوا أخرجوه لأنه يعيش في خطية مقصودة يعرف أنها خطية لكنه ما زال يقول أنا مؤمن يقول بولوس انتظروا لحظة لا تأكلوا مع مثل هؤلاء أخرجوه من بينكم ولا تأكلوا معهم حتى لكن ماذا عن الخطى؟ إنهم في العالم يقول كل معهم يجب أن ندخل بيوتهم ونأكل معهم طعام الغذاء نلعب معهم كرة السلة ونكرز لهم ببشارة الملكوت يتحدث بولوس عن شخص يقول أنا مؤمن ورغم ذلك يعصى الله بشكل مقصود عمداً شبه بولوس هذا بالخميرة ما هي الخميرة؟ تضعها في الدقيق فتنتشر في كل العجين وترفعه يقول بولوس إنه إن سمحتم بهذا الكريبتونايت هذه الخطية المتعمدة الممارسة علناً سوف تنتشر في الجماعة حسناً ترون الآن أن كثيرين يحصدون ثمرة أفعال البعض لأن الكريبتونايت يؤثر على الجماعة كلها الآن أنا أعرف أن هناك البعض يفكرون قائلين تقصد أن حياتي ستتأثر بما يفعله الآخرون؟ حسناً دعونا ننظر إلى أيام سليمان المكتوب عنها لم يكن هناك فقير واحد فيها كل واحد كان يملك بيتاً وحديقة لم يكنوا يستأجرون حسناً كان كل شيء متوفراً والناس أصحاء هذه أيام سليمان ماذا عن أيام إلي؟ كان إلي تقياً أيضاً مثله مثل أطقياء الذين كانوا أيام سليمان لكنه كان يأكل من أفواه الغربان وكان يشرب من نهر لماذا؟ ليس بسبب خطيته بل بسبب أخآب بسبب إسرائيل حسناً بسبب عبادتهم للأصنام وخطيتهم العلنية لم يعيش إلي الحياة المريحة التي عاشها الناس أيام سليمان دعونا لنفكر في الأمر هكذا لنكن إيجابيين لنكن نحن التغيير أتعرفون أنا لماذا فتحت هذا الموضوع؟ انظروا هل قابلتم من قبل؟ وأتمنى أن تفهموا قصدي من هذا الكلام هل قابلتم فتاة؟ طائشة جداً تطلق العنان لشهواتها طائشة ثم تتزوجت ثم تنجب طفلاً وفجأة تصبح غير طائشة لماذا؟ لأنها أدركت أنها مسؤولة عن هذا الطفل الآن وعن زوج لا يمكنني أن أكون طائشة سأؤثر على زوجي وعلى طفلي لماذا لا نتصرف هكذا في الكنيسة؟ لماذا لا يكون فكرنا أكبر قليلاً فيما يخص جسد المسيح؟ ونقول لأنفسنا هل ستؤثر خطيئتي العلنية على باقي الكنيسة؟ لماذا لا نكون نحن التغيير؟ أتفهمون ما أقصده؟ أتعرفون عندما كنت أكتب هذا؟ لدي صديق كان في السيل البحرية لمدة عشرين عاماً وكان مدرباً فيها وأنا أعرف أن أعضاء السيل ملتزمون جداً ومتحدون اتصلت به وسألته كيف يمكنك أن تجعل فصيلة عسكرية من ثمانية عشر جندياً متحدة كما نرى في السيل؟ أتعرفون ما أول شيء قاله؟ قال آخر شيء يفكر فيه عضو فصيلة سيل هو نفسه قلت ماذا؟ قال إنه يفكر في السبعة عشر الآخرين قال إن فكرت في الأمر إن كنت تحمي نفسك فهناك شخص واحد يحميك لكن هناك سبعة عشر يحمونك ثم بدأ يكلمني عن الرب قال إن أصبحت الكنيسة هكذا إن توقفنا عن محاولة حماية أنفسنا وبدأنا نفكر في تأثير تصرفاتنا على غيرنا من الناس الذين في مجتمعنا وعلى جسد المسيح من حولنا لنكون نحن التغيير صحيح؟ دعونا نقضي على الكريبتونايت الروحي نعم ربما أنت لست متأثرا بشكل مباشر بخطيتك المعلنة لكن هل تفهم؟ أننا جسد إن أخطأت يدي في شيء يحصد جسدي كله عواقب ذلك إن سرقت يدي سيذهب جسدي كله للسجن لن يقولوا سوف نأخذ يدك ونضعها في السجن وأنت اذهب أنت لم تفعل شيئا نحن جسد واحد نحن جسد المسيح هو الرأس هو الرأس ونحن جسده هذا حقيقي لكنني أعرف أن هذا عبء ثقيل جدا لكن أنا أؤمن أن الروح القدسة يريدنا أن ننمو ولا نكون مثل تلك الفتاة الطائشة بل نكون كالأم التي تتحمل مسؤولية أسرتها أفهمتم؟ سنكمل هذا حسناً الدرس الثالث أحياء متحمسون؟ حسناً الأمر يشبه طبيباً يشقص المرض ثم يزيل الورم بهذا سيعيش الشخص مدة أطول بكثير مما لو تجاهل الورم أليس كذلك؟ إذن من الجيد أننا نناقش هذا صحيح؟ إذن لأفتتح هذا الدرس أريد أن أريكم فيديو قصير صنعه فريقي ببرعة لنشاهد سوياً هذا الفيلم القصير عن جاستن وأنجلة على موقع طوية المناديل نعم صدقي أو لا تصدقي أعرف كيف أطول مناديل في أوبرا سيدني لا أصدق هذا حقيقي يمكنني أن أريك يوم السك أنا متسوقة لذلك مساء الخير هل أكلتم هنا من قبل؟ بالطبع في الواقع هذا هو مطعمنا المفضل لا أظن ذلك لم نأتي هنا من قبل حقاً؟ هذا غريب حقاً؟ لا لا لم نأتي أوه لحظة واحدة أنا حقاً آسفة آسفة جداً لا مشكلة ما طلبك اليوم؟ أظن أنني سأطلب سالمون يبدو أنه رائع جداً إنه المفضل لي عظيم وأنت سيدتي؟ أوه أنا سوف أأخذ سمك في لي وأيضاً ستيك نيويورك وثمانية أقية من اللحم النادج رائع هذا اختيار ممتاز شكراً سأحضر لكم الطلبات فوراً اسمعي أليس هذا كثيراً؟ أنا لا أطلبه لشخص واحد هل أتقصدين؟ إنه قادم؟ نعم سيصل قريباً هل هو ولد؟ يا إلهي نعم أوه حبيبتي هذا أمر رائع هل قد وصل الآن؟ مرحباً ماذا؟ سماح الخير آسف على التأخير طلبت لك أشكرك أنت رائع آسف هل تعرفان بعضكما؟ نعم إنه حبيبي من الثانوية حبيبك من الثانوية ماذا يفعل حبيبك هنا؟ هل جئت في وقت غير ملائم؟ حسناً نعم أنا حقاً لا أرى ما المشكلة يا جاستن نعم أنا حقاً لا أرى مشكلة هنا حسناً من أنت؟ حبيبي توقف أنت تحرجني أردت فقط ليلة واحدة جيدة في مطعمنا المفضل حسناً أولاً لم آتي هنا من قبل وثانياً ماذا يحدث؟ آسف حبيبتي على التأخير هل فتني أي شيء؟ حسناً أنا جاد الآن أنت أنت أبعد يدك عنها ماذا يحدث؟ فقط إجلس الأمور كلها بخير أنجلا هل؟ هذه مصحة ما؟ هل تقابلين هؤلاء؟ جاستن أنا أعرف هؤلاء الرجال من قبل أن أعرفك لحظة ماذا؟ هل حقاً تغاروا عليها الآن؟ أنجلا ربما نسيتي نحن متزوجان وماذا في ذلك؟ فأنا أقضي معظم الوقت معك أنت وأحبك أكثر من كل أحبائي الآخرين فأنت المفضل لدي دائماً المفضل؟ هل هناك آخرون لا أعرفهم؟ حبيبتي هل من مشكلة؟ النادل أيضاً؟ لا يا دنس نحن بخير جيد سيجهز الطعام حالاً حسناً أنجلا أنجلا اسمعي هؤلاء سيرحلون؟ وسنتحدث انتهينا لا أصدق هذا أنت الشخص أنني جداً لماذا تريد دائماً أن تكون محوراً كل شيء؟ أفسدت مطعمنا المفضل معذرة أسفة نعم لم آتي هنا من قبل شكراً لك شكراً هذا سلم رائع هل تقدمت لخطبتها أيضاً؟ حسناً حسناً هذا مضحك إنه أمر مضحك هل يمكننا أن نتحدث عن هذا الأمر؟ إنه يبدو مثيراً للعجب يصعب أن يكون حقيقياً لكن اسمحوا لي أن ألعب دور محامي أنجلا لدقائق قليلة موافقون؟ حسناً جاستن هو المفضل إنها تحبه أكثر من كل الرجال الموجودين أليس كذلك؟ وأكثر من الرجال الذين لم يأتوا لاحتفال عيد ميلادها إنها تحب جاستن جداً صحيح؟ ألا تقضي معظم الوقت معه؟ فهي ربما تقضي خمسة أو عشرة بالماء من الوقت فقط مع رجال آخرين أليس هذا صحيحاً؟ أليس زوجة رائعة؟ كان من الممكن أن تكون زوجة تافهة تذكر أنجلا ذكية وهي دائماً متفوقة كان من الممكن أن يتزوج تافهة لا تنظم البيت ولا تطهو وليس الذكية ميزاتها كثيرة كل ما عليه هو أن يشارك رجال آخرين فيها ربما خمسة بالماء من الوقت فكروا هيا نفكر في هذا الأمر هذا الكلام الذي أقوله الآن يبدو كوميدياً أليس كذلك؟ لدينا فتاة لم يخبرها أحد أنه حين تدخل في عهد في زواج مع رجل فإنها تودع كل باقي أحبائها هيا دعونا نحول هذا إلى أمر حقيقي حين ترتدي فتاة ثوباً أبيض وتسير في رواق الكنيسة في الزفاف تعلمون أنها توصل رسالة أتعلمون ماذا تفعل؟ إنها تودع كل رجل على الكوكب عدا من ينتظرها هناك إنها تقول أنا لن أدخل في أي علاقة رومانسية مع أي رجل آخر وأنا أقطع كل العلاقات القديمة صحيح؟ حسناً لن يحب أحد أن يتزوج بفتاة مثل أنجلة صحيح؟ لنكن صديقين لماذا نظن أن يسوع سيأتي ليأخذ عروساً مثل أنجلة؟ فكروا نحن عروس المسيح صحيح؟ دعوني أقرأ من أفسوس أسحى خمسة فكما يقول الكتاب لهذا يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته ويصير لاثنان جسداً واحداً هذا السر عظيم اسمعوا جيداً وأنا أقول إن هذا ينطبق على المسيح والكنيسة إذن منذ بدء الخليقة قصد الله من عهد الزواج أن يوضح لنا علاقتنا بعريسنا يسوع المسيح أترون هذا؟ لهذا يقول يعقوب أيضاً وهو يكتب للمؤمنين للمؤمنين فقط خمسة عشر مرة في رسالته يقول إخوتي رسالته ليست مكتوبة للبشرية كلها بل إلى المؤمنين فقط يقول لهم في رسالة يعقوب لصح الرابع من العدد الثالث إلى التاسع تطلبون بدوافع خاطئة لكي تستغلوا في لذاتكم أيها الخائنون ألا تعلمون أن مصادقة العالم تعني معادات الله؟ سأقولها مرة أخرى الذي يريد العالم صديقاً له يجعل نفسه عدواً لله نقل قلوبكم أيها المتقلبون أي قلوبكم منقسمة بين الله والعالم ما أوضح هذا الكلام؟ من الواضح أنه يتحدث إلينا نحن الذين في وضع يشبه عهد الزواج يوجد عريس وعروس يسوع يمثل العريس ونحن نمثل العروس أتفهمون؟ يتحدث يعقوب إلى المؤمنين فقط كما قلت من قبل هل يبالغ يعقوب هنا حين يدعو الناس الذين قلوبهم منقسمة بين يسوع والعالم خائنين؟ لا يمكن الكتاب لا يبالغ ما معنى يبالغ؟ هل سمعتم آباء يقولون لأطفالهم إن أخطأت سوف تعاقب؟ في أول مرتين يكون الطفل هكذا ثم يقرر أن يختبر والديه ولا يحدث شيء فيقول الطفل إن أبي لا يعني ما يقول حسنا الله يعني ما يقول ويقول ما يعنيه يجب أن نتذكر هذا صحيح؟ حسنا لاحظ أنه يقول خائنين ثم يقول إن هذا الكلام صعب بعض الشيء يقول أنتم تدخلون في علاقة مع العالم مثل أنجلا التي دعت أحبائها على العشاء فتصبحون أعداء لله لا يريد الله أن يكون عدوا لأي واحد فينا خاصة أولاده مثال أمريكا في الحرب العالمية الثانية لم ترد أن تعادي اليابان لكن اليابان عندما قصفت منها بيرل هاربر فجعلت نفسها عدوة للولايات المتحدة هذا ما يقصده يعقوب أتفهمون؟ حسنا لاحظوا أنه يقول خائنون ترون هذه الكلمة مجددا قال أيها الخائنون الكلمة اليونانية مؤنثة فالترجمة الأفضل لهذه الكلمة هي زواني في ترجمة فندايك وكينج جيمس يقول الزناتة والزواني أظن أن مترجم الكتاب خافوا أن تشعر النساء بأن يعقوب يشير بإصبع الاتهام إليهن لهذا جعلوا الكلمة مذكرة لكنها في الأصل زواني وأنا أفضل هذا لأنه مناسب لسياق الكتاب لاحظوا أنه في العهد القديم كله يصور الله نفسه زوجا وإسرائيل زوجته فمثلا يقول في سفر إشعياء لأن رجلك هو خالقك رب الجنود اسمه وفي حسقيال سأدينك كما تدان زانية وفي إرمية ولكن كما تخون مرأة شريك حياتها هكذا خنتمون يا بيت إسرائيل مرة أخرى يصور إسرائيل كزوجة تترك زوجها يقول الله وانظروا إلى هوشع كانت حياته كلها عظة توضيحية حين تزوج جومر الزوجة غير المخلصة وفي العهد الجديد تجد يحن المعمدان يقول العروس للعريس أما إشبين العريس وهو هنا يتحدث عن نفسه فيقف منتظرا أن يسمع صوته انظروا إلى يسوع يقول هذا الجيل الشرير الفاسق أي الزاني يبحث عن برهان وهنا أيضا الكلمة مؤنثة يشير بولوس إلى أن يسوع هو العريس ونحن العروس أترون هذا في كل الكتاب يسوع العريس ونحن العروس الآب العريس وإسرائيل العروس هل ترون هذا؟ إذن من المهم جدا أن أقول هذه العبارة لكي تفهموا ما سوف أقوله في العهد القديم اتهام إسرائيل بارتكاب الزنا أمام الله كان دائما مرتبطا بوثنيتهم أتفهمون؟ إذا درستم هذا الأمر تجدون الله يقول أنت زانية لأنك تعبدين الأوثان والآن المشكلة هي حين نفكر في الوثنية تعرفون ماذا نفعل نحدها بالتمثيل والمذابح والهياكل حسنا بهذه الأمور فقط فنقول نحن في أمريكا لا يوجد وثنية لدينا في الكنيسة الحديثة اليوم عبادة أوثان أكثر مما كان لدى بعض هذه البلاد التي كان فيها هياكل وتمثيل دعونا نقول ما هي عبادة الأوثان لأقولها أريد أن أعود إلى رسالة روما أصح واحد وسأقول شيئا قبل أن أعود للرسالة روما الزنا الروحي هو الوثنية حسنا والوثنية هي الكريبتونايت الذي نعرفه وسأريكم كيف يجتمع هذا كله وستجدون أن الأمر واضح في الكتاب المقدس أريد أن أقول إن الأمر تطلب ثلاثة دروس لكي أعرف الكريبتونايت إنه الوثنية حسنا والآن ما كان يجعل الكريبتونايت يهزم سوبرمان هو أنه صعب إدراكه لذا دعونا نرسم صورة للوثنية ولنفعل ذلك دعونا نعود إلى رسالة روما أصحاح واحد واثنين في أصحاح اثنين ليس لدى بقية الأمم شريعة الله لكنهم حين يفعلون بطبيعتهم ما تأمر به الشريعة فإنهم شريعة لأنفسهم وهم بهذا يبينون أنهم يعرفون في قرارة نفوسهم متطلبات الشريعة كما أن ضميرهم شاهد عليهم وتتسرع أفكارهم فإما أنت دينهم أو أنت أيدهم انظروا إلى أطفالنا وهم صغار جدا قبل أن نقول لهم الله يضرب إخوتهم عندما يضرب الطفل أخاه ينظر نظرة مليئة بالشعور بالذنب وكأنه يقول لقد ارتكبت خطاء كبيرا لم نقل له إنه من الخطأ أن يضرب إخوته لكنه يعرف لماذا؟ لأن عمل النموس مكتوب في قلوبنا إذن لننظر إلى روما أصح واحد يقول بولوس عن البشرية كلها المعرفة عن الله واضحة لهم لأن الله جعلها واضحة لهم أي لغير المؤمنين كلهم جعل الله معرفته واضحة هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org يستطيع الإنسان أن يدرك صفات الله غير المرئية كقوته السرمدية وأولوهيته من خلال الأشياء التي خلقها ولهذا فإن الناس بلا عذر انظروا إلى كلمة واضحة وجعلها واضحة انظروا إلى بلا عذر هل قابلتم شخصا حين يسمع هذا يقول حسنا وماذا عن الأفريقي الذي لم يسمع البشارة؟ ها هي الإجابة جعلها الله واضحة وكل من يصرخ طالبا معرفة خالقه سيحصل على البشارة يحاولون الحصول على عذر لما يعرفونه إذ يرفضون ما في قلبهم أتفهمون؟ حسنا يكمل بولوس فقد عرفوا الله لكنهم لم يعطوه ما يليق به من إكرام أو يشكروه بل أظلمت أفكارهم الغبية ودعوا الحكمة إلا أنهم صاروا أغبياء واستبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بصور تشبه الإنسان والطيور والدواب والزواحف الفانية حسنا بناء صور الأصنام ليس ما يركز عليه بولوس على ما يركز رغم أنهم يعرفون الله لم يعبدوه كإله سأقول لكم لماذا نتعثر بسبب تعريفنا للعبادة حين نفكر في العبادة اليوم نفكر في ماذا؟ نفكر في إنشاد ترنيمة هادئة جميلة نطفئ الأنوار ونستمتع بإنشاد ترنيمة جميلة ليسوع هذه ترنيمة تعبدية لكنها ليست عبادة يجب أن تتغير الكيفية التي نرى بها العبادة وتصبح كتابية كمؤلف لعشرين كتاباً حين أقدم مصطلحاً في كتاب معظم الناس غير معتدين عليه يجب أن أستخدمه في توضيح يشرحه بوضوح حين أستخدمه أول مرة الله يفعل هذا عندما يستخدم مصطلحاً لسنا معتدين عليه يعطينا تعريفاً له أول ظهور لكلمة يعبد في تكوين 22 عندما قال إبراهيم لخدميه سنذهب أنا والصبي أي إسحاق إلى ذلك المكان لنسجد أي لنعبد ثم سنعود لم يكن صاعداً ليرنم ترنيمة هادئة ماذا كان سيفعل هناك؟ كان صاعداً لينفذ كل ما قاله الله الله قبلها بثلاثة أيام قال الله قدم ابنك ذبيحة وقد كان يطيع الله لذلك قال الله لبني إسرائيل لقد سئمت ترنيماتكم سئمتها إنها تزعجني بسبب طريقة عيشكم أنتم لا تطيعونني العبادة الحق هي طاعة لله حسناً وبهذا المفهوم لنقرأها مجدداً عرفوا الله لكنهم لم يعطوه ما يليق به من إكرام أي طاعة أو يشكروه نشعر فجأة أن لدينا أشياء لدينا ضوء الشمس ولدينا أمطار لقد توقفنا عن إدراك البركات الأرضية وإدراكوا أن الله القدير هو الذي منحنا هذه الأشياء الجميلة إذن هل عدم الطاعة وعدم الشكر وعدم الامتنان هو السبب في الوثنية؟ حسناً لذا إن أكملنا القراءة كانت شهوات قلوبهم شريرة فتركهم الله يمارسون النجاسة الجنسية حسناً وسمح لهم بأن يدنسوا أجسادهم بعضهم مع بعض ثم يقول في عدد خمسة وعشرين استبدلوا حق الله بالكذب وأكرموا المخلوق وعبدوه دون الخالق الذي يستحق التسبيح والكرامة إلى الأبد آمين ما يقصده بولوسه أنكم الآن سوف تطيعون ما هو تحت اللعنة وسوف تقومون باستبدال الحق عن الله بالكذب ستقومون بإخفاء الحق حرفياً وستقبلون ما هو كذب على أنه الحق أتفهمون؟ حسناً إذن ما يحدث هو ما نشعر أنه حكمة هو في الحقيقة حماقة ما يعتبر عادياً ليس عادياً على الإطلاق يستمر هذا إلى أن يقال عن الصلاح إنه شر وعن الشر إنه صلاح أترون هذا؟ هذا ما سوف نقرأه لهذا السبب تركهم الله لم يتهمهم الله بل تركهم تذكروا هذا الخليقة كلها تحت اللعنة عندما خلقنا الله في الجنة كان كل شيء جميلاً وكان كل شيء متناغماً أليس كذلك؟ عندما عصى آدم الله تدخل رئيس هذا العالم أي إبليس صحيح؟ وأصبحت الأمور الصالحة ملعونة ما يعتبر صلاحاً هو في الحقيقة حماقة لذا تركهم الله لرغباتهم المخزية لأن رغباتهم وبوصلتهم الأخلاقية أصبحت منقوصة الآن لاحظوا سأقول نقط نقط تركهم الله لرغباتهم المخزية نقط نقط سأتحدث عنها لاحقاً يعرفون حكم الله العادل على الذين يمارسون مثل هذه وهو الموت ومع ذلك يعلنون أيضاً استحسانهم للذين يمارسونها أترون هذه النقط؟ أريد أن أقول إن هناك 137 كلمة في هذه النقط لننتقل إلى الشاشة التالية سأريكم هذا في هذه الكلمات 137 لدينا كل هذه الإساءات الموجهة لله ترون الكراهية والقتل والشجار كما ترون العناد أيضاً وعدم الوفاء بالوعود هذا هو السلوك الناتج عن عدم طاعة الله عن الوثنية تذكروا أن أساس الوثنية هو عدم طاعة ما يريدنا الله أن نفعله نرفع مستوى رغباتنا فوق مستوى ما يقول هو إنه صالح لنا فنحدد نحن ما هو مناسب لنا أترون هذا؟ يقول الله أنا سأترككم لبوصلتكم الأخلاقية التي تحت اللعنة كلها ملتوية والأنا سوف ترون الصلاح شراً والشر صلاحاً إذا نظرتم إلى هذه الإساءات ستلاحظون أنها 22 وبسبب خلفية الهندسية قلت حسناً يبدو لي أن الله يتحدث عن واحدة منها أكثر من البقل سأريكم النسبة المأوية لهذه الكلمات الكثيرة شاهدوا 43.1% من هذه 137 كلمة عن الشذوذ الجنسي القتل 1.9 التعن في الظهر 1.9 كرهية الله 1.9 عدم الرحمة 1.9 لماذا هذا؟ هل يميز الله الشذوذ؟ لا يقول الله إن هذه علامة النهاية حين يبدأ الشذوذ الجنسي يرتفع في دولة ما أو في مجتمع ما هذه علامة على أن هذا المجتمع قد اندفع نحو عبادة الأوثان قائلاً لله أنا أعرف ما هو أفضل لي أكثر مما تعرف أنت لذلك سوف أطيع غرائزي الشخصية لكن غرائزي أصبحت معيبة إنها تحت اللعنة لأنه لا يوجد من يعرف الأفضل لنا أكثر من خالقنا إذن ما يحدث الآن هو أننا نبدأ الآن أتفهمون؟ نحن نبدأ بالاعتراف بالأمر ثم نتدرج نعترف بالشذوذ الجنسي أو للحراف ثم نؤيده وبعد ذلك نشجع على ممارسته انظروا إلى ما فعلته الولايات المتحدة لقد سلكنا في هذا الاتجاه نحن نشجع في الرسم البياني الجغرافي الوطني ليناير 2017 الجغرافيا الوطنية قدمت مقالاً كاملاً كان معظمه يتحدث عن موضوع كان من أبرز المواضيع عن الثورة الجنسية وقدموا فيه خمسة عشر نموذجاً ليمثل الحالات الجنسية المختلفة التي اختارها البشر خلقنا الله ذكراً وأنثى وجعل الناس الأمر حقاً من الحقوق المدنية لا حسناً كان أمراً يخص لون البشرة إلى آخره لكن ما يحدث الآن هو أننا كمجتمع لا نعترف فحسب ولا نؤيد أو نوافق فحسب بل نشجع الناس على السلوك هكذا إذن الأمر ليس أن الله يميز الشذوذ أو الناس الذين بلا أخلاق أو الزنات وكل هذا إنه يقول فقط إن علامة الساعة هي أننا شعب تزداد وثنيته والوثنية تعني ابتعد يا رب أعرف ما أحتاجه لا أريد أن أعبدك لا أريد أن أطيعك ضعوا طاعة حين تسمعون عبادة سوف أطيع ما أعتقد أنه الأفضل لي ثم يجيب الله ويقول سوف أتركك وعندما أتركك هذا هو الاتجاه الذي ستسير فيه إذن كما ترون هذا موضوع خطير للغاية هذا الموضوع الذي نراه الآن إنه علامة على النهاية إذن السؤال الآن كيف تنطبق هذه الوثنية على المؤمنين لأنني سأريكم في الدروس القادمة أن الوثنية منتشرة حتى بين المؤمنين وهذا هو الكريبتونايت الذي كان يتحدث عنه بولوس مع أهل كورينثوس لم يقصد الخبز وعصير العنب بل الوثنية وسأريكم هذا في الدرسين القادمين هل تستفيدون؟ حسناً أراكم في الدرس القادم حسناً نحن في الدرس الرابع أعرف أننا غطينا مواضيع مكثفة لكن تحدثنا في الدرس السابق عن وثنية العالم كله وهي أن يقول الناس لله أنا أعرف ما يهمني في حياتي لا أحتاجك وهكذا تكون نتيجة ذلك بناء الصور والتمثيل والمذابح في بعض البلاد الأخرى أساس الوثنية هو أن أفكارهم عن الله أظلمت والآن ما علاقة موضوع الوثنية بالمؤمنين؟ هذا ما سنتحدث عنه لأنني سأريكم في الدرسين القادمين أن ما يتحدث عنه بولوس مع كنيسة كورينثوس هو أمر عبادة الأصنام وأن هذا هو السبب في كونهم ضعفاء ومرضى ويموتون قبل الأوان وهذا هو الكريبتونايت الروحي إذن وثنية أهل العالم أمر سيء لكن وجودها في من دخل في عهد مع الله أمر مرعب بالنسبة للمؤمن الوثنية هي الزنا في حق الله إذن الوثنية هي الكريبتونايت وأريدكم أن تفكروا في أمر تذكرون حين قال يعقوب أيها الخائنون لا يمكنك أن تزني في حق من لست في عهد معه هذه حقيقة ترين أن يعقوب يتحدث إلى المؤمنين حين يقول عدوا لله وقد كرر القول يجعل نفسه عدوا لله مرتين وهذا يفيد التأكيد في العبرية كانت تلك هي طريقتهم في التأكيد أن يكتبوا القول مرتين نحن نستخدم أدوات التعجب أو الحروف المائلة أو الثقيلة لكنهم كانوا يكررون الكلمة يقولونها مرتين لينتبه القارئ أنا متزوج من ليزا بيفير صحيح؟ الشخص الوحيد الذي يمكن أن أزني في حقه هو ليزا بيفير لا يمكنني أن أزني في حق جين سميث لا يوجد عهد زواج بيني وبين جين سميث نعم يمكنني أن أزني مع جين سميث لكن ليس في حق جين سميث يقول الرسول يعقوب زنيتم في حق الله وكان يتحدث إلى المؤمنين إذن لكي نوضح هذا سنعود للوراء وننظر إلى حياة شاول كيف تظهر عبادة الأوثان في حياة المؤمن؟ هل تذكرون حين أصبح شاول ملكا؟ أمره الله أمرا محددا جدا من خلال النبي ماذا كان الأمر؟ أريدك أن تدمر عماليق بالكامل الرجال والنساء والأطفال وكل الخراف والثيران وكل شيء فذهب وأعد الجيش وقتل كل الرجال والنساء والأطفال الملك فقط لم يقتل قتل كل الحيوانات معدى أفضلها ليعطيها للشعب يقدمها ذبائح للرب وهذا شيء أمر به موسى صحيح؟ ثم عاد شاول وكان الشعب يقدمون الخرافة ذبائح وكل هذا ثم جاء سموئيل وقال سموئيل النبي لشاول أنت لم تطع الله في الواقع قال أنت عصيت أمر الله لنتوقف ونفك في هذا الأمر لنقول إن عماليق كانوا مائة ألف قتل تسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعين صحيح؟ وأبقى واحدا فعل تسعة وتسعين بالماء مما أمر به جيد صحيح؟ أتذكر مرة جاءني أب وقال هناك مشاكل بيني وبين ابني فقلت لماذا؟ قال ابني يتضايق مني جدا لأنني أنظر إلى ما لا يفعله وقال لي يا أبي فعلت تسعين بالماء مما طلبته لماذا تضايقت لأنني لعبت قبل باقي الأمور؟ لماذا لا تنظر إلى الأمور الجيدة التي أفعلها؟ فقلت لذلك الآب المحبط نظر الله إلى النسبة الصغيرة التي لم يقم بها الملك شاول لأن الله هو الذي قال إن شاول قد عصاني رغم أن شاول فعل تسع وتسعين بالماء مما أمر به وأحرج النبي شاول فحاول شاول أولا أن يلقي باللوم على الشعب ثم حاول أن يختلق أعذارا وفي النهاية حصره سموئيل في الزاوية وقال هذا فالعسيان كخطية العرافة والعناد كعبادة الأوثان أنت رفضت أن تطيع وصية الله فالآن لم يعد هو يقبلك ملكا إذن الملك شاول رفض أن يطيع وصية الرب التي كان قد أمر بها صحيح؟ كما قال سموئيل رفضت أن تطيع أريدكم أن تنظروا إلى عبارة العناد كعبادة الأوثان هل لا فصلنا هذه العبارة؟ انظروا لهذا العناد كعبادة الأوثان هل لاحظتم أن حرف الكاف شكله مختلف؟ لماذا هو مختلف؟ لأنه ليس في النص الأصلي أضاف المترجمون حرف الكاف إن أردتم أن تعرفوا الترجمة الأفضل يجب أن تكون كالتالي العناد عبادة أوثان والآن كلمة عناد معناها أن تقاوم شيئا وتدفعه بعيدا حسنا حين نكون عارفين الحق ولكننا ندفعه بعيدا ولا نطيع الله هذه وثنية رغباتنا منهاجنا ما نريده نحن قد وضع فوق ما يريده الله لماذا فعل شاول ذلك؟ هل تعرفون؟ لأنه في ذلك الوقت كان من يقبض على ملك دولة ويحضره إلى قصره كان يعتبر كأسا حيا كلما نظرت إلى ذلك الملك يذكرك بأنك هزمت دولته ولماذا أعطى أفضل الخراف للشعب؟ لكي يكون ملكا محبوبا سيزداد المؤيدون حسنا إذن كان شاول يرى أن هذه الأمور أهم مما قاله الله هل ترون هذا؟ حسنا الدرس السابق الذي تحدثنا عنه كان عن نفس الشيء هل تذكرون؟ كان الأصل هو أن الناس كانوا يريدون أن يفعلوا ما يرون أنه الأفضل لهم هذا ما فعله شاول يقودنا هذا التصرف الباطني إلى استبدال الحق بالكذب وهكذا يبدأ الخداع تذكروا أن شاول قال أنا أطعت الله أطعت الله أطعت الله وفي النهاية حصره صموئيل في الزاوية يبدأ الأمر بأن يظلم فكرهم الغبي ويفعل الأمور غير المسموح بها إذن نظرتم إلى حياة شاول أصبح غاضبا للغاية وبدأ يغار وحاول أن يقتل أحد رجاله يدعى داود صحيح؟ ألقى برماح عليه كان يتصرف كالمجنون وطلب الإرشاد من عرافة واستخدم جيشا كاملا ليتعقب شابا وحدا وكان يظن أنه يفعل الصواب هل تفهمون ما أقصده؟ إنه الخداع الذي يحدث لأولئك الذين رغم أن لديهم علاقة مع الله إلا أنهم يفضلون رغباتهم الشخصية على ما أعلنه الله بوضوح في الكتاب المقدس يصبحون عميانا لا يرون عسيانهم لهذا يعتبر العناد أي مقاومة طاعة الله عبادة أوثان نضع رغباتنا في منزلة أعلى مما يقوله الله بوضوح في كلمته كمقدمة للجانب التالي من الوثنية سأقدم كلمتين الكلمة الأولى التي سأتحدث عنها هي الاكتفاء تعريف كلمة اكتفاء في قموس ماريام وابستر شعور الشخص بالرضى أو تعبيره عن الرضى عن حاله أو عن ممتلكاته وكلمة اكتفاء في الأصل اليوناني معناها يفي بالغرض ويكون كافيا ومشبعا والمعنى الضمني أن تكون قويا وقادرا على مساعدة شخص آخر والآن أريدكم أن تركزوا على آخر جزء قادرا على مساعدة آخر لا يمكننا أن نخدم بشكل صحيح كمؤمنين بيسوع المسيح إلا إن كنا مكتفين لماذا؟ لأنه إن لم نكن مكتفين سنخدم ناظرين إلى ما سنستفيده نحن من الخدمة ماذا سأنتفع من هذا؟ حسنا لهذا يقول بولوس في فليبي أربعة وأنا لا أقول هذا عن حاجة فقد تعلمت أن أكون مكتفيا بما عندي كان بولوس خادما واستطاع أن يكون خادما مثاليا لماذا؟ لأنه لم يكن مصابا بالكلمة التالية التي سوف أتحدث عنها سأقرأ من تمثاوس الأولى ستة أولا خدمة الله مصحوبة بالقناعة ثروة عظيمة الاكتفاء هو أن تعرف أن الله هو من يسدد احتياجاتك ربما لا يأتي تزديد احتياجات في الوقت الذي تريدونه لكنه لن يتأخر أبدا فإن توفر لنا الطعام والملبس فلنكن قانعين لاحظوا أن بولوس يركز على الاكتفاء ذات يوم كنت أصلي وقلت يا رب قل ما هو تعرفك للاكتفاء فقال المكتفي هو الذي يكون راضيا بمشيئتي أتفهمون؟ حياة يسوع عبارة عن صورة للاكتفاء لأنه إذا نظرتم إلى حياة يسوع إذا نظرتم مثلاً إلى التجربة الأولى حين كان إبليس يجربه على الجبل في البرية يا يسوع اشبع احتياجاتك دون أن تعتمد على الله لكن حالما قاوم التجربة أرسل الله الملائكة وسدد احتياجاته وأطعمه خبز السماء ربما أطعمه الله بمن السماء مثلاً لا تخلطوا بين الاكتفاء وقبول الحال كما هو عليه لم يكن يسوعها كذا أبداً ترونه يقلب موائد الصيارفة ترونه يقول لتلميذه بمشاعر جياشة اشتهيت أن أكل الفصح معكم وانظروا أيضاً إلى حقيقة أنه لم يكن يشعر بالرضى أبداً عندما كان يرى الناس مرضى ومتألمين حسناً الاكتفاء ليس قبول الحال كما هو عليه بل يعني أن ترضى بمشيئة الله الكلمة المضادة التي أريد أن أتحدث عنها بعد الاكتفاء هي كلمة طمع هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة حسناً كلمة طمع ليست من الكلمات التي نستخدمها اليوم لهذا السبب سأخذ خطوات لأشرح الكلمة نحن لا نسمع الناس في هذه الأيام يقولون هل أنت طمع؟ لا لا أنا لست طمعاً لا نتحدث عن الطمع اليوم حسناً دعونا نعرف الطمع يقول تعريف قاموس ماريام وابستر رغبة قوية في الحصول على شيء ما أو امتلاك شيء ما نعتبره جيداً حسناً سأبدأ برسالتي كولوسي الأصحى الثالث انظروا إلى أول عدد في هذا الأصحى حسناً فبما أنكم أقمتم مع المسيح من الموت اسعوا دائماً إلى الأمور السماوية فهناك المسيح متوج ركزوا تفكيركم على الأمور السماوية لا على الأمور الأرضية إن فعلتم تتجنبون تلك الكلمة التي سأقدمها وهي الطمع فالذات ماتت وحياتكم الجديدة مستورة في المسيح في الله وحين يظهر المسيح ستظهرون معه في المجد إذن سعيك إلى الأمور السماوية وتثبيت نظرك على السماء هو مفتاح الاكتفاء صحيح؟ لكن إن نظرتم إلى ما يقوله بولوس في العدد التالي مباشرة يقول في عدد خمسة وستة فأميت أعضاءكم التي على الأرض الزنا النجاسة الهوى الشهوة الرضية الطمع قولوا الطمع اسمعوا هذا الذي هو عبادة الأوثان يقدم بولوس هنا تعريفاً للطمع إنه عبادة الأوثان أتفهمون؟ فبسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية حين نخرج من حالة الاكتفاء ونكون في حالة الطمع نكون قد خرجنا من علاقة حميمة مع الله إلى مذابح الأوثان أو الزنا أتفهمون؟ إذا نظرتم إلى كلمة طمع في اللغة اليونانية في كولوسي رغبة غير ملائمة في المزيد لكن في قموس السي سي إي وهو التعليق النقدي والتوضيحي للكتاب كله هذا اسم كبير أحب هذا انظروا تشمل عبادة الذات وروحاً تحب الحيازة فهمتم؟ إذن الاكتفاء يبعدنا عن عبادة الأوثان صحيح؟ ويقربنا من قلب الله لكن الطمع يسوقنا إلى مذابح الأوثان بعيداً عن قلب الله لهذا يقول كاتب العبرانيين احفظوا حياتكم أي احفظوا سلوككم من محبة المال واقنعوا بما لديكم واذكروا أن الله قال أنا لن أتركك ولن أتخلى عنك لهذا يمكننا أن نقول بكل ثقة الرب معينني فلا أخاف فما الذي يمكن لبشر أن يصنعه به؟ إذن يمارس المسيحي المؤمن عبادة الأوثان حين يهمل ما كشفه الله بوضوح لكيما يحصل على شيء يرغب فيه ويشتهيه أتفهمون؟ إذن عبادة الأوثان هي العصيان المعلن لمشيئة الله ليست حين يسقط المؤمن في الخطية بل حين يندفع المؤمن وراء الخطية أريد أن أكرر هذا ليست حين يسقط المؤمن في الخطية بل حين يندفع المؤمن وراء الخطية صحيح؟ إن تأملتم في كل الأمور التي تحدثنا عنها سترون أن هذا الطمع يصف كل ما تحدثت عنه انظروا لعخان تذكرون عخان قال حين رأيتها وسط الغنائم طمعت فيها وأخذتها في الواقع لدي هذه الآية هنا انظروا إنها من ترجمة أخرى حين رأيتها وسط الغنائم طمعت فيها وأخذتها وفي ترجمة NLT أردتها بشدة حسنا إذا نظرتم إلى كنيسة كولينثوس قال بولوس لأنكم ما تزالون دنيويين كانوا غيارين ومنقسمين ويفضلون خداما عن غيرهم وكانوا يرتكبون الزنا وكانوا يقاضون بعضهم بعضا وكانوا منشقين كانوا في صراعا مع بعضهم انظروا إلى يعقوب يعقوب يصف نفس ما كان يتحدث عنه بولوس مع أهل كولينثوس قال لهم بينكم غيرة مرة قال تتحركون مدفوعين بطموح أنني تتشجرون وتتقاتلون كل هذه نتائج الوثنية اسمعوا ما يقوله يعقوب في أصح أرباع عدد اثنين سوف أعرض هذا تريدون أشياء لكنكم لا تنالونها هذه هي الفقرة التي قال فيها أيها الخائنون هذه الوثنية التي حين نقرأ عنها نظنها عبادة التمثيل والصورة صحيح؟ أينما نرى الوثنية في العهد القديم استبدلوا الصنم بما يدل عليه أي العصيان المعلنة لمشيئة الله هذه هي الوثنية الحقيقية أترون؟ حسناً إذن الوثنية ليست مجرد خطية إنها خطية مقصودة وهذا هو الكريبتونايت انظروا إلى آدم وحواء هكذا بدأ كل شيء رأت حواء شيئاً جيداً في الشجرة التي قال الله ابتعد عنها فانتقلت الآن إلى حالة القول أنا أعرف الأفضل لي أكثر من الكلام الذي قاله الله عندما نختار هذه الحالة يبدأ الخداع تذكروا الروم أصح واحد يخفون الحق فيسود الخداع صحيح؟ وبالتالي أظلمت أفكارهم الغبية أي رأيهم في الله استبدلوا حق الله بالكذب يفعل المؤمن نفس الشيء لذلك يقول يعقوب اعملوا دائماً بما يقوله الله ولا تكتفوا بسماع كلامه انظروا فتخدعوا بذلك أنفسكم هذا أسوأ ما يمكن لماذا تظنون كانت أول كلمات قالها يسوع حين سأله عما سيحدث قبل مجيئه انتبهوا لألا تنخدعوا هذا أول ما قاله لماذا؟ لأن الناس في الأيام الأخيرة سيعرفون كيف يخدمون الله ويحصلون على شهواتهم في نفس الوقت أتفهمون؟ وهذا ما نفعله الآن نتقدم في هذا الاتجاه أفهمتم هذا؟ حسناً كلمة تنخدعوا في قموس ميريوم وبسترد تعني أن تقبل أمراً على أنه حقيقة أو صواب وهو زائف أو باطل تذكرون؟ استبدلوا حق الله بالكذب نعتبر الكذب صلاحاً ونقول على ما هو صالح حقاً إنه شر لا يمكننا أن نختار آيات ونترك الآيات التي لا تعجبنا يجب أن نقبل مشورة الله الكاملة في العهد الجديد ثم قال الرسول يعقوب لأن من يسمع كلام الله ولا يعمل به يشبه شخصاً ينظر إلى وجهه في مرآة ثم ذهب ونسي مرآه لماذا نرأ ناساً اليوم يحضرون اجتماعات ومؤتمرات ويرنمون الترانيم التعبدية ويستمتعون بالعذات ولكن حين يخرجون يتصرفون مثل العالم هناك قسام وخلافات بينهم كما أنهم يزنون و يرتكبون كل ما يقول العهد الجديد أن لا نفعله ينسون هويتهم الأخلاقية ينسون أن فيهم طبيعة يسوع المسيح وأنا خاطئ لم أملك طبيعة الله كنت أخطئ هذا ما كانت تفعله طبيعتي لكن حين أصبحت مؤمناً تغيرت طبيعتي أصبحت خليقة جديدة والآن حين أخطئ أفعل ما يخالف طبيعتي أتفهمون هذا؟ حسناً إذن عندما نقبل الكريبتونايت نتخلى بذلك عن قوتنا نتخلى عن حيويتنا نتخلى عن قدراتنا الخارقة نتخلى عن قدراتنا على تغيير عالمنا يسرق بولوس في النهاية إلى كنيسة كورينثوس قائلاً عودوا إلى عقلكم وكفوا عن الخطية إذ إن بعضاً منكم ما يزال يجهل الله أقول هذا لكي تخجلوا هل تعرفون ما الذي كان يقصده؟ هناك الكثيرون في مدينة كورينثوس لا يعرفون يسوع والطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها أن يروا يسوع هي من خلالكم لكنكم قبلتم لكريبتونايت فبادت قوتكم وتميزكم لذلك لا يمكنهم رؤية يسوع الحقيقي تفهمون ما أقصده؟ ترون ما يحدث؟ إذن سوف أذكركم بالآيات التي قلتها في الدرس الأول أحضرتها معي قال بولوس إنهض ما أنا إلا بشر كان عليه أن يقول لجندي روماني ألا يعبده لأنه ليس إلها وقال بولوس نحن لسنا آلهة لكل الناس في ليسترا وإذا نظرتم إلى شعب مالطة لقد قالوا إن بولوس إله وشعب تسالونيكي قالوا هؤلاء هم الذين أثاروا الفتن في جميع أنحاء العالم اسمعوني جيدا لم يقل هذا الكلام عن كنيسة كورينثوس يجب أن تتذكروا أن كل هذه الأمور حدثت بعد قيامة يسوع مباشرة صحيح؟ ذهب بولوس إلى كنيسة كورينثوس بعدها بثلاثين عاما في تاريخ الكنيسة ستجدون أن كنيسة كورينثوس لم تكن مؤثرة تذكرون كيف خلصت مدينة لد كلها أيام الكنيسة الأولى ومدينة يافا كلها والسامرة وانظروا منطقة آسيا لم يحدث هذا في كورينثوس لماذا؟ لأن كورينثوس قابلت الكريبتونايت الروحي وفقدت قواها الخارقة أترون هذا؟ لم يكونوا مميزين ولم يكن هذا بسبب الجميع بل قلة كانوا يؤثرون على الكثيرين لذلك لم يتمكن جسد المؤمنين في مدينة كورينثوس من أن يكون مؤثراً ليغير المدينة أريد أن أقول مجدداً أنا أعظ في كنائس وأشكر الله كثيراً لأن هناك عشرة ألاف في الكنيسة لكن ماذا عن الثلاثة ملايين الآخرين؟ أين هم؟ لماذا لا يرون يسوع حياً مثل ما حدث في الكنيسة الأولى؟ تذكروا؟ يقول الله إنه قبل مجيء يسوع سيرد كل شيء وسيكون مجدنا أعظم بكثير أؤمن أنه إن واجهنا هذا الأمر وتوقفنا عن تجنبه سنصبح كنيسة تغير مدنا كاملة مثل ما كنا وأؤمن بذلك من كل قلبي وإلا لما كنت كتبت هذا إذن أوضحت كيف تظهر الوثنية والعناد والطمع لكن أكثر أنواع الوثنية خداعاً سوف أصفه بوضوح في الدرس التالي لا تجعلوه يفوتكم أراكم لاحقاً أهلاً بكم في الدرس الخامس أريد أن أرحب بأردن حل أردن محل ألك لأنني تشاجرت مع ألك واختلفنا وقررت أن أترضه هذا ليس صحيحاً على الإطلاق فألك يقوم بأمور أخرى للفريق لكن أردن كان مع المستمعين لذا فأنت كنت معنا في كل الدروس يا أردن ويسعدنا وجودك هنا كنا نتحدث عن الوثنية دعونا على سبيل الاستراحة نراجع قليلاً ما سبق حين تسمعونا كلمة وثنية لم نعن نتخيل المذابح والتماثيل والهياكل صحيح؟ بل العسيان المعلن المقصود لخالقنا بالضبط مثل كلمة عبادة إذا تخيلنا الترنيم التعبدية فهذا جانب من العبادة لكن حين تسمعونا كلمة عبادة بماذا نربطها؟ بطاعة الله والآن ما نتحدث عنه هو كيف يمكن أن تخفي الوثنية في المسيحية بذكاء بمعنى آخر كيف تعاند وتقاوم ما يقوله لنا الله بعسيان معلن كيف تطمع في شيء وتعتبر رغباتك أهم من رغبات الله وتكون مؤمناً في نفس الوقت هذا ما سوف نتحدث عنه هذا الدرس هو محور كل الدروس عندما تفهمون ذلك سوف تفهمون كيف أن الكريبتونايت لم يتسلل خلصة إلى كنائسنا فحسب لكنه مزداهر في كنائسنا أيضاً هل أنتم معي الآن؟ حسناً إذن لنفتتح هذا أريد أن أرسم صورة لقصة معروفة لنا جميعاً حتى حديث الإيمان يعرفونها خروج إسرائيل من مصر حين خرج إسرائيل من مصر كان موسى يقودهم عندما أخرج موسى بني إسرائيل من مصر كان المكان الذي يريد أن يأخذهم إليه في الحقيقة هو سيناء وليس إلى أرض الموعد لأنه لن يأخذهم إلى أرض الموعد قبل أن يعرفهم على من وعد بها صحيح؟ فكروا في موسى كان يعيش في أجمل بيت في العالم صحيح؟ كان لديه أب وجد من أغنى أغنياء العالم لماذا يمكن أن يرغب في أن يترك مصر إلا لأنه اختبر حضور الله عند جبل سيناء عند العليقة وقال أريد أن يختبر هؤلاء الناس الحضور العجيب الذي اختبرته عند العليقة المشتعلة فنزل الله وقال لموسى اسمعوا هذا سأعرض لكم الآيات على الشاشة قال هذا ما تقوله لبني إسرائيل قد رأيتم ما صنعته بالمصريين أما أنتم فحملتكم على أجنحة نسور أحب هذا وأحضرتكم إلي انظروا إلى كلماتي وأحضرتكم إلي لهذا السبب أخرجكم الله من العالم أخرجكم الله من العالم لسبب واحد وهو أن يحضركم إليه لقد اشتاق إليكم جدا ويريدوا علاقة معكم ومع كل شخص يشاهدنا الآن إنه يشتاق لعلاقة حميمة معكم إذن قال الله لموسى هذا الكلام ثم بعد ذلك قال له مرهم بغسل ثيابهم صحيح؟ ربما تقرؤون هذا وتقولون هل الله مهوس بالنظافة؟ هل يحب الناس النظيفة ولا يحب رائحة العرق ومثل هذه الأمور؟ لا 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 بل كان يريدهم الله أن يغسلوا دنس مصر لأن الله كان يريد أن يقيم علاقة صحيحة معهم مصر هي العالم على ما يتمحور العالم كل ما في هذا العالم من شهوات الطبيعة الجسدية وشهوات العيون والتفاقر بالإنجازات لنقول هذا بطريقة أوضح هذا ما يريده العالم يريد العالم أشياء ملموسة يريد العالم مراكز يريد العالم جنسا هذا ما يريده العالم أتفهمون ذلك؟ يقول الله إن كان هذا ما تسعى إليه لا يمكن أن تكون لك علاقة صحيحة مع الله متى تحدث العلاقة الحميمة الحقيقية حين يبذل الناس أنفسهم للآخرين صحيح؟ لذلك قال الله تخلصوا من دنس مصر لتكون لنا علاقة حميمة معا ثم بعد ذلك أعد بنو إسرائيل أنفسهم وفي اليوم الثالث نزل الله عندما نزل الله ماذا فعلوا؟ سرخوا وهربوا ارتعبوا من الله وقالوا لموسى هذا الكلام في عدد تسعة عشر تكلم أنت إلينا فنسمعك لكن قل لله أن لا يتكلم إلينا لألا نموت هل تتخيلون كم خاب آمل الله؟ حسنا لقد انتظر الله أربعماء وثلاثين عاما لكي يقيم علاقة حميمة مع الشعب وعندما أظهر نفسه لهم هربوا منه ألا انتظرت تسعة أشهر لأرى أرض يخرج من بطن أمه ولأرى أبناء الثلاثة الآخرين وكنت أتحدث معهم يا ابني الصغير عندما كانت لي زحب لا كنت أقول للجنين لا أستطيع الانتظار لأراك أتوقل حملك والتحدث عليك وسماع صوتك كيف سيكون وأتذكر أنني في الشهر التاسع كنت مهيئا جدا لمجيء الطفل انتظر الله سنوات كثيرة ثم تخيل أن أرد خرج وقال آه لا أمي تكلمي أنت مع أبي وقول لي ما يريده وسوف أفعله كنت سأحزن كثيرا هل تتخيلون كم حزن الله؟ فقال الله آه سأنشئ الكهنوت حسنا من هو الكاهن؟ الكاهن هو من يتحدث إلى الله نيابة عن الشعب وكأن أرد خرج من ليزا وسرخ آه لا أريد أن أراك أريد أديسون أديسون كلم أبي وقل لي ما يقوله ولا أكلم أرد مباشرة هذا محزن هذا هو الحزن الذي يشعر به الله صحيح؟ حسنا قال الله هذه الكلمات لموسى قال له إنزل ثم سعد وهارون معك لماذا قال الله ذلك؟ لأنه قال يجب أن أقيم كهنوتا وسأختار هارون كاهنا لذا أريده أن يصعد إلى هنا معك حسنا لم يكن هذا ما يريده في الأصل لأنه عندما خرج بنو إسرائيل من مصر اسمعوا ما قاله الله للشعب كله قال ستصيرون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة هذا ما تقوله لبني إسرائيل أراد أن يستطيع كل منهم أن يكلمهم مباشرة لكنه قال لأنهم هربوا سأنشئ الكهنوت هارون أنت الكاه أتفهمون؟ والآن المثير للاهتمام هو أن هارون لم يصعد استمر في المحلة لأن وجوده في الكنيسة يريحه أكثر من وجوده في محضر الله هناك أناس وجودهم في الجماعة يريحهم أكثر من محضر الله يجب أن ارتاح في المكانين وبالأخص في محضر الله إذن استمر هارون أسفل الجبل وصعد موسى إلى الجبل أربعين يوما وأربعين ليلة والآن شاهدوا ما حدث انظروا إلى خروج الثاني والثلاثين واحد ورأى الشعب أن موسى قد تأخر في النزول من الجبل فاجتمعوا حول هارون لماذا اجتمعوا حول هارون؟ لأنه كانت لديه موهبة القيادة وموهبة القيادة التي يمنحها الله للناس تجذب الناس سينجذبون إليك سواء كنت في محضر الله أم لا انجذب الناس إلى هارون لأنه كانت لديه موهبة القيادة رغم أنه لم يكن أعلى الجبل حيث يجب أن يكون فاجتمعوا حول هارون وقالوا له قم واصنع لنا آلهة انظروا لكلمة آلهة هذا ما سأتحدث عنه وركزوا لتقودنا في الطريق لأن هذا موسى لم يقولوا لأن الله القدير بل قالوا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه ترون كلمة آلهة هناك إنها مهمة جدا إنها الكلمة العبرية إلهيم هذه الكلمة موجودة أكثر من 2600 مرة في العهد القديم الآن أكثر من 2250 مرة في 2600 تشير إلى الله الذي نخدمه إلهيم سأعطيكم مثالا في تكوين واحد تأتي 32 مرة في البدء خلق الله السماوات والأرض تعرفون ما أصلها؟ في البدء خلق إلهيم السماوات والأرض وأكثر قليلا من 250 مرة في العهد القديم يشير إلهيم إلى إله المزيف مثل داجون في سموئيل الأول 5 عدد 7 وبعل في ميوك الأول 18 و 21 لذا يجب أن تقرأ الكتاب في سياقه دائما أشارت معظم المرات إلى الله القدير لذا يجب أن تقرأ السياق لتفهم صحيح؟ حسناً قالوا صنع لنا إلهيم ليسير أمامنا لأننا لا نعرف ماذا أصاب موسى فقال هارون له منزع أقراط الذهب وأحضروها لي ويقول الكتاب وصهره وشكله بالإزميل وصنع منه عجلاً حسناً عندما فعل ذلك نظر الشعب إلى ذلك العجل وقال في عدد أربعة هذه هي آلهتك أيضاً تأتي في اللغة العبرية إلهيم هذا هو إلهيم الذي أخرجك من أرض مصر يا إسرائيل ما زلنا غير متأكدين هل يقصدون الإله المزيف هنا أم الله القدير؟ صحيح؟ سنعرف من العدد التالي يقول وحين رأى هارون هذا انظروا ماذا قال؟ قال هارون سنعمل عيداً لله غداً كلمة الله هنا هل تعرفون ما هو أصلها؟ أصلها يهوة هل تعرفون أن كلمة يهوة هي أقدس كلمة في العهد القديم؟ إنه الاسم الخاص للإله الواحد الحقيقي هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية لأنه اسم مقدس لم تستخدم قتل وصف إله مزيف أبداً في كل العهد القديم عدا هنا ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا مجتمعين حول العجل ينظرون إليه ويقولون هذا يهوى الذي أخرجنا من مصر إذن ما زالوا يعترفون بأن يهوى أخرجهم من مصر ما زالوا يعترفون بأن يهوى شفاهم ويهوى أعالهم لكنهم الآن قد استبدلوا يهوى بصورة اليهوى استبدلوا يهوى بيهوى مزيف يعطيهم كل ما يريدونه هل تتابعون؟ حسناً إذن اسمحوا لي أن أقول هذا في خدمتنا هنا في ميسنجر انترناشنال يوجد لدينا سي او أو أي مسؤول عمليات رئيسي و سي اف أو أي مسؤول مالي أليس كذلك؟ وأنا وليزا قد حددنا بعض الأمور التي نحب أن نرى فريقنا يقوم بها صحيح؟ نركز على وجود جو عائلين هنا لكننا نريد جوا احترافياً ونريد أن يكون هناك تسع ساعات عمل في اليوم كما نريد أن الناس حينما يأتون إلى هذه الخدمة يشعرون بالدفء والمحبة والترحيب ونريد جوا من البهجة لذلك لدينا موسيقى في الخارج ولدينا شباب يلعبون كرة سلة ومثل هذه الأمور لدينا مكاتب كاملة مهيئة ليقضي الناس أوقات ممتعة حقاً حسناً تخيلوا أنني سافرت أنا وليزا في رحلة ولنقل أن المسؤول الرئيسي سافر أيضاً ولنقل أن اسمه تيم سافر تيم المسؤول الرئيسي وهكذا أصبح المسؤول المالي لنقل أن اسمه جيف مسؤولاً الآن لنقل أنه قال للجميع جون وليزا يريداننا أن نستمتع بوقتنا فلنحضر دي جي لنحضر أدخنة وأضواء لنحضر برميل جععة ثم يحضرون برميل جععة ويرقصون ويقضون وقتاً ممتعاً هاي جعلنا مكان العمل ممتعاً سيصعد هذا جون كثيراً أتفهمون حسناً بدأتم تفهمون ما يحدث هنا نعم لقد نفذوا جانباً واحداً مما طلبته أتفهمون ما أقصده بيئة ممتعة لكنهم تجاهلوا باقي الأمور كلها تسع ساعات عمل إلى أخيره صحيح؟ هذا بالضبط ما يحدث هنا نعم هذا يهوى الذي أخرجنا من مصر لكن لا هذا ليس يهوى لأنه هل تعلمون ماذا كانوا يفعلون؟ اقرأوا عدد ستة من خروج اثنين فنهض الشعب باكراً في صباح اليوم التالي وقدموا ذبائحة بلغة هذا العصر حضروا الكنيسة صحيح؟ حضروا مؤتمراً هل تتابعون؟ فعلوا كما يفعل المؤمنون قدموا ذبائحة سلام وبعد ذلك جلس الشعب ليأكل ويشربه ثم قاموا للعب ما معنى هذا؟ بدأوا يحتفلون بشكل جنوني جنسياً وكل هذه الأمور تعرفون لماذا؟ لأن الأمم الأخرى أعجبت بما فعلوه إذن بمعنى آخر من الواضح أن ما فعلوه كان شهوانياً جداً لدرجة أنه جذب انتباه الأمم المجاورة لكنهم ما زالوا يقولون يهوى هو الذي أخرجنا من مصر لقد صنعوا يهوى مزيفاً أتفهمون؟ واضح؟ والآن لنعود إلى المكتب المسؤول الرئيسي تم عادة من السفر ورأى ما فعله جيف المسؤول المالي ماذا سيفعل؟ آه ماذا تفعلون؟ ويحرق الديجي ويلقي برميل الجاعة خارجاً ماذا تفعلون؟ لقد لغيتم تسع ساعات عمل ويبدأ يريهم هذه الأمور هذا ما فعله موسى لأن الله قال لموسى شعبك لم يعد يقول شعبي حتى شعبك قد فسد صحيح؟ انزل في الحال فنزل موسى ومن الذي بحث عنه أولاً؟ بحث عن هارون ماذا فعلت؟ حسناً إذن تم تصحيح الأمر ويمكنكم أن تقرأوا باقي أحداث القصة من الكتاب المقدس في كتاب الخروج إنها قصة حزينة السؤال الذي أريد أن أطرحه هل خلقنا يسوع مزيفاً؟ بمعنى آخر هل نقول آه يسوع خلصنا يهوى أخرجنا من مصر صحيح؟ يسوع شفاني يهوى شفانا يسوع أعالني يهوى أعالى الشعب إن استبدلناه الآن بصورة ليسوع مزيف يوافق على أن نفعل أموراً يأمرنا العهد الجديد بأن نفعلها يوافق على السلوك الشهواني يوافق على كذا وكذا هل تتابعون معي؟ ولكي تفهموا قصدي من هذا الكلام حضر فريقنا هذا الفيديو الرائع باسم يسوع مزيف هيا نشاهده هل بدأنا التصوير؟ أحب أن أرى أنني أشبه يسوع ربما مع اختلاف بسيط لست يسوع الأصلي الذي جاء منذ ألفين عام لأن هذا سيكون غريباً جداً لكنني بالتأكيد أفعل شيئاً صائباً لأن هناك أناساً من كل الأنواع بدأوا يتبعونني الآن نعم هناك الكثيرون يتبعون ذلك الشخص لذلك شعرت أنه يمكنه أن يفعل الكثير لحياته إذن لماذا لا أتبعه؟ طلب مني تيد مثله مثلاً كثيرين أن آتي إليهم وأعطيهم بعض النصائح والمشورة العصرية إن أردت الفوز يجب أن تثمل أوه نعم غبي غبي أعطيه فرصة دعنا نتفقد حسابك على إنستغرام يا تيد ووه من هذه؟ لا 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 انتظر لحظة يمكنني أن أشرح ذلك هي أضافتني بالطبع أريد أن أؤثر على جيلي تم قبول الصداقة أتطلع إلى لقائك هاشتاج كلمة كتابية لماذا تفعل ذلك؟ أسئلته كثيرة لكنه بعد فترة سيتوقف عن ترحي الأسئلة تيد زوجة مثيرة حياة مثيرة تريد أن تكون مؤثراً لا يسمع الناس لقبيح لو زوجتي لو كانت زوجتي مثيرة سيسمعني الناس أكثر نصيحة غريبة أنا قوي العضلات كما ترون وهذا الحمل خفيف كنت أظن هذا سخيفاً روحياً لكنه قال إنه في الواقع بناء العضلات هو أهم شيء لتحصل على المزيد من المعجبين والأدباع في الفترة الأخيرة كانت الحياة قصية كانت الحياة قصية قليلاً حسناً حين أقرأ الكتاب أي جزء أقرأه؟ حسناً ما تحتاجه هو النسخة النموذجية للألفية حذفوا كل التحذيرات وكل التصحيحات وتركوا الأمور الإيجابية فقط هذه النسخة يمتلئ أغلبها بتعليقات للفيسبوك أظن أن تاد تغير لأنه لم يعد يهتم مثل ما كان يهتم من قبل كل ما يحتاجه هو أن أصل إليه وكل ما يحتاجه هو هو شخص يحتاج لشخص مستعد لمساعدته الآن يا غبي لو كان لدي مأة خروف وتاه واحد هل سأترك التسعة والتسعين؟ لا فلدي تسع وتسعون مشكلة أظن أن في نهاية اليوم إن حصلت على شخص لا يهتم كثيراً لعبة العرش أظن أن هذا سيء جداً لذا يمكننا تاد هل قرأت العهد القديم؟ لا أظن أننا يجب إن لم تعرف أين كنت لن تعرف أين تذهب تاريخياً لا 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 إن استطعت أن أجعل شخصاً غير مهتم سيكون عملاً رائعاً لم يتغير شيء بعد أبداً ماذا عن التوبة؟ ألا يجب أن أتوب؟ ليس مهماً ليس مهماً؟ نعم كان هذا قبل الصليب لكنني أشعر بأني أتشجع أكثر حين يكون معي وأحب ذلك لا تقلق كن سعيداً استرخي يا تيد أريد فقط أن يكون الجميع سعداء يقول الكتابة إن الله خلق كله بذر بها فمر رغم أن هذا قانوني لا يبدو صحيحاً أين هو الآن؟ لقد خرج ليحضر شيئاً لقد أعرطه عربتي أتوقع أن يحضر الآن؟ تاد تاد ماذا تفعل؟ أنا في الطريق هل معك رخصة قيادة؟ رخصة قيادة ليست معك؟ أنا معي رخصة صيد ورخصة نجارة منتحية الصلاحية ماذا عن أوراق التلقيق؟ سأعود إذن كيف الأمور معتاد؟ أنا قلق بعض الشيء لقد بدأت أقرأ الكتاب الأصلي ليس ما قال عنه بدأ يصبح شخصاً جديداً يبدو لي أنه يخسر حياته وهذا ما حذرته منه أدركت أنني أحصل على جزء من المعلومة وليس كلها إذن يسوع هذا شفى كل المرضى وكل العميان يسوع هذا ماشى على الماء أدركت أنه إن بدأ أمر جيد فليس معناه أنه من يسوع علي أن أتبع هذا الكتاب أشعر بالحرية إن هذا رائع أتمنى أن ينجح أتمنى له الخير وأشوك في ذلك لكن تعلمون أتمنى أن ينجح يصعب التنفس في ذلك الزي حسناً واللحيطة أيضاً شيق صحيح؟ إنه شيق إنه يكشف الأمر صحيح؟ تعرفون؟ أريد أن أسألكم بعض الأسئلة وأريد أن نتوقف حقاً ونتأمل في هذه الأمور ونفكر فيها موافقون؟ هل فعلنا ذلك؟ بعدم إعلاننا لمشورة العهد الجديد الكامل بمعنى آخر هل اخترنا الآيات التي تعجبنا؟ هل تركنا الآيات التي ربما تدعونا لنعيش حياة تقية؟ هل نركز على جانب واحد أريدكم أن تتوقفوا وتفكروا؟ هل صحيح أن نركز على كلمات يسوع التي لا تتعارض مع الحرفات مجتمعين المعترف بها؟ هل اخترعنا يسوع لا يواجه الطرق غير الأخلاقية لثقافتنا؟ هل ينفع أن لا نواجه ما يكرهه؟ ونعلن فقط الكلمات التي يعجب بها المجتمع؟ هل نتجاهل عمداً الأمور الصعبة في العهد الجديد؟ هل يمكننا أن نوسع الطريق والباب المؤدي إلى الحياة؟ هل يمكن أن نؤمن أنه إن تلونا صلاة ما سوف نخلص تلقائياً؟ هل خلقنا يسوع مزيفاً؟ مختلفاً عن الموجود في مشورة العهد الجديد الكاملة؟ قال بولس شيئاً لا يمكن أن نتجاهله إنه بيان مهم جداً قال أعلن لكم هذا اليوم أني غير مسؤول عن عدم خلاص أي واحد فيكم أي واحد فيكم فأنا لم أتردد في إخباركم بكل مشيئة الله قال بولس إن هلك أي واحد أي واحد فهذا ليس خطأي هل نقدر أن نقولها؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ سأقرأها لكم من ترجمة أخرى لم أتردد أو أتراجع لم أتردد أو أتراجع أو أقصر في إعلان أهداف الله وخطته ومشورته بالكامل لكم؟ قال أنا لست مسؤولاً إنهلك أحدكم لأنني أعلنت مشورة الله الكاملة وأريد حقاً أن نتوقف ونفكر هل اخترنا الجوانب التي تعجبنا من تعاليم يسوع في العهد الجديد؟ تعاليم تناسبنا حتى لو عشنا مثلما يعيش العالم ونزني مع العالم مثلما يقول يعقوب ونظل مؤمنين ملتهبين الإيمان ليس مجرد لانتماء لمجموعة وأن تقول إن يسوع ربي لأنهم قالوا هذا يهوى الذي أخرجنا من مصر كانوا يعترفون بذلك لم يقولوا رع رع اسم إله مصري لم يقولوا هذا رع الذي أخرجنا من مصر بل قالوا يهوى لم يقولوا بعل لم يقولوا عشتروث بل يهوى ونحن نقول يسوع خلصني لكن هل هذا هو الجالس عن يمين الله؟ أم أنه يسوع مزيف اخترعناه ليعطينا ما نريده فيمكننا أن نعيش في عناد لمشورة الله لأن يسوع المزيف يؤيد ذلك ويمكننا أن نشتهي ما يأمرنا الله بيضوح أن نبتعد عنه لأن يسوع عن المزيف موافق يمكنني أن أغش في ضرائبي لأن يسوع المزيف يتفهم يريدني أن أنجح يمكنني أن أطلق زوجتي لمجرد أنني معجب بتلك الفتاة الأخرى وأحصل على شكل جديد لأن يسوع يريدني سعيدا إنه يريدنا سعداء لكن ليس على حساب طاعة كلمته هل تعرفون أن هناك أكثر من خمسمائة وصية في العهد الجديد؟ تعرفون أن بولوس قال ليس الختان أو عدم الختان ما يهم لكن حفظ الوصاية بولوس يقول هذا الرجل الذي قدم إعلان النعمة الذي نعظ به يقول يجب أن نحفظ الوصاية هناك أكثر من خمسمائة وصية سلوكية في العهد الجديد يسوع المزيف يقول تجاهلوا نصفها إذن هذه الوثنية اخترعنا يسوع يعطينا ما نريد وهذه أكثر أنواع الوثنية خداعا في العالم كله لأن الشخص الذي صنع التمثال يعرف أن التمثال لا يمكن أن يكون من خلقني لكن الذي يخترع يسوع مزيفا وثن يسوع المزيف يقول اخترعت يسوع بالشكل الذي أريده أن يكون عليه لأنني لا أراه لا يمكنني أن أسمعه بأذني يمكنني أن أجعله مثل ما أريد وأعيش كيفما أشاء الآن أنا زان وقد جعلت نفسي عدوا لله أعرف أن هذا ثقيل لكن فكروا في هذا الأمر وأراكم في الدرس القادم نحن في الدرس السادس من الصعب أن أصدق لكن وضعت عنوانه خط الانطلاق ما المقصود بهذا العنوان حسنا كيف كيف نشأ يهوى المزيف بين شعب إسرائيل كيف نشأ يسوع مزيف بيننا في المسيحية في أيامنا هذه كلاهما نتجا عن ظروف متشابهة تلك الظروف هي قلب قاس بسبب غياب التوبة الحقيقية والآن لا أريدكم أن تتوتروا متفقون؟ أعرف أن الطريقة التي وعظوا بها عن التوبة في الماضي كانت متشددة وتسبب القيود التوبة بعيدة كل البعد عن التشدد بعيدة كل البعد عن القيود صحيح؟ سوف نتحدث عن هذا الأمر إذن لكي نتحدث عنه أريد أن أعود إلى أعمال الرسل في الدرس السابق قال بولوس في أعمال عشرين ستة وعشرين وسبعة وعشرين أني غير مسؤول عن عدم خلاص أي واحد صحيح؟ انظروا لأعمال عشرين عشرين هذه آية مختلفة قال بولوس لم أتردد في عمل أي شيء لمنفعتكم ولم أتردد ها هي مرة أخرى ولم أتردد في إعلان هذه الأمور علنا ومن بيت إلى بيت هذا شيق يقول علنا تذكر لم يتردد علنا صحيح؟ وشهدت لليهود واليونانيين على حد سواء لم يكلم اليهود فقط بل الجميع داعيا إياهم إلى التوبة في ترجمة أخرى يقول بضرورة التوبة تذكروا كلمة ضرورة قال بضرورة التوبة إلى الله والإيمان بربنا يسوع والآن اسمعوا يا شباب ماذا كان يقصد هنا؟ التوبة أمر ضروري أمر إلزامي ليس اختياريا للإيمان بيسوع المسيح والآن أريدكم أن تتوقفوا وتفكروا في هذا أمر إلزامي منذ بضع سنوات كنت صائما كنت في أول يوم في صومي وكنت في مكان ناء وحدي بعيدا عن عائلتي وقال لي الروح القدس يبني اقرأ ماركس واحد سمعته مثل ما أتحدث إليكم وبكل حماس فتحت ماركس أصح واحد ظانا أني سأرى أمرا لم أره من قبل وقرأت ماركس أصح واحد والروح القدس قال لم تفهم اقرأه مجددا فقرأته مجددا ومجددا وكل مرة يقول لم تفهم أعيده حوالي خمس مرات وقلت يا رب ماذا يحدث هنا أرجوك أنا غبي أنا لا أرى ما تريدوني أن أراه وفجأة في المرة السادسة أو السابعة قفزت هذه الكلمات أمامي بداية البشارة عن يسوع المسيح وكلمة بداية قفزت من الصفحة هذا هو خط الانطلاق بداية البشارة ماذا قال بعدها قال بعدها ها أنا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق ما للرسول المعمدان وماذا كانت رسالة يحنى المعمدان معمودية التوبة المعمودية تعني للغماس الكامل لا تعني توبة جزئية تعني توبة كاملة هل تتابعون حسنا والآن الروح القدس قال لي هل لاحظت أن المعمدان يظهر في بداية البشارة الأربع وفجأة سمعت في داخلي لا يوجد كتاب في العهد القديم باسمه قال السبب هو أن رسالة يحنى المعمدان هي بداية الإنجيل حسنا ثم قادني لا لا لم تنتهى القصة ثم قادني الروح القدس إلى ما يقوله يسوع عن يحنى المعمدان صحيح؟ انظروا هذه كلمات يسوع لأن شريعة موسى وكل الأنبياء تنبأوا حتى وقت يحنى لاحظتم أن يسوع لم يقل كل الأنبياء تنبأوا حتى وقت يحنى قال حتى وقت يحنى لماذا؟ لأن يحنى بداية البشارة إن لم تتحدث عن معمودية التوبة فقد تركت بداية الإنجيل أتفهمون هذا؟ وفجأة قلت يا إلهي والآن دعونا نعود إلى قصتنا عن جاستن وأنجلا حسنا ماذا على أنجلا أن تفعل لتتزوج؟ يجب أن تقول اتخذت قرارا وداعا يا كل أحباء الرجال توني وريتش وجيم صحيح وأرون وداعا لا علاقة رومانسية بيننا سأعطي حياتي لجاستن لم تفعل ذلك فدخلت في هذا العهد بدون أي توبة التوبة هي ببساطة توديع الأحباء أتفهمون هذا؟ إذن لكيما ندخل في علاقة عهد مع يسوع المسيح عريسنا يجب أن اتخذ قرارا أنا تقلصت من كل أحبائي في العالم متفقون؟ تتابعون؟ لهذا التوبة ضرورية رأيتم في ذلك الفيديو شعر جاستن بالغيرة الله يغار هذا ما يقوله يعقوب الروح يريدنا أن نكون له وحده بسبب غيرته إنه لا يغار منا بل يغار علينا أتفهمون هذا؟ يقولوا يعقوب قلوبكم منقسمة بين يسوع والعالم هذه هي التوبة إن نظرتم إلى يحن المعمدان ما هي أول كلمات في الكتاب؟ توبوا لأن ملكوت السماوات قد اقترب هل تعلمون ماذا كانت أول وصية وصية ما هي أول كلمة قالها؟ رقبوا توبوا هذه كلمات يسوع وليس يحن المعمدان لقد غيرنا الآية توبوا لأن ملكوت السماوات قد اقترب قال يسوع بالضبط ما قاله يوحنا في وصيته الأولى حسناً لنتحدث عن أمور أخرى قالها يسوع متى أحد عشر عشرين هذا مذهل يقول الكتاب ثم ابتدأ يسوع يوبخ المدن التي عمل فيها معظم معجزاته لأن سكانها لم يتوب عن خطاياهم لا يوجد رجوع إلى الله دون أن تتوب عن الخطايا أترون؟ حسناً دعونا نكمل ما قاله يقول يسوع أنا لم آتي لكي أدعو الصالحين لكني جئت لأدعو الخطاة إلى التوبة أمر إلزمي ضرورة التوبة والإيمان بيسوع حسناً انظروا يقول يسوع لمجموعة أخرى هذه كلمة يسوع صحيح إن لم تتوبوا فستموتون جميعاً كما ماتوا لا يوجد رجوع إلى الله بدون توبة عن الخطايا لم ننتهي بعد ماذا عن التلميذ؟ لقد أرسل التلميذ يقول الكتاب ذهبوا ما هي رسالتهم؟ فخرجوا يبشرون الناس ويدعونهم إلى التوبة كل الناس يبشرونهم ويدعونهم إلى التوبة ماذا عن الغني في الجحيم؟ تعرفون؟ الناس سوف يعرفون الحق بعد أن يخرجوا من الجسد فقال الرجل الغني لا يكفي ذلك يا أبي إبراهيم لكن إذا ذهب إليهم واحد من الأموات فسيتوبون أليس هذا غريباً فقد عرف الحق في الجحيم؟ ترون هذا؟ حسناً ماذا عن بعد القيامة؟ أتغيرت الرسالة بعد القيامة؟ انظروا ماذا يقول يسوع لتلميذه قبل أن يصعد قال مكتوب ولابد أن يبشر بالتوبة ومغفرة الخطايا باسمه لجميع الأمم اتداءاً من مدينة القدس لابد أن يبشر بالتوبة للأمم لجميع الأمم إنها ليست رسالة لليهود فقط أتفهمون؟ ماذا كانت أول كلمات تفوه بها بطرس في اليوم الذي قالوا له فيه ماذا نفعل لكي نخرص ماذا قال في تعليمات بطرس لحصول على الخلاص قال لهم توبوا لم يقل أعتقد أنه يفضل أن تتوبوا توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم وماذا عن بولوس؟ بولوس الذي نال إعلان النعمة أليس كذلك؟ انظروا ماذا يقول بل بشرت أولاً في دمشق ثم في القدس وفي جميع أنحاء اليهودية كما بشرت غير اليهود أي الجميع وحثثتهم على أن يتوبوا لم يقل شجعتهم أو اقترحت عليهم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويعملوا أعمالاً تدل على توبتهم هذا رجل الإعلانات والنعمة كيف نتجاهل هذا؟ كيف؟ هيا نذهب لله الآب دعونا نسمعها من الله الآب مباشرة هذا بعد القيامة انظروا ماذا يقول لقد تغاضى الله فيما مضى عن أوقات الجهل أما الآن فإنه يأمر وليس يقترح الناس في كل مكان هذا يشمل كولورادو وفلوريدا وكاليفورنيا حتى كاليفورنيا يأمر الناس في كل مكان بأن يتوبوا لا رجوع إلى الله بدون توبة أتفهمون؟ إن نظرتم إلى التعليم الأساسي ليسوع المسيح يقول في العبرانيين التعليم الابتدائية أليس شيئا أن يكون التعليم الأساسي هو التوبة عن الشر؟ لهذا لنترك وراءنا التعليم الابتدائية عن المسيح فلا حاجة بنا إلى الحديث ثانية عن التوبة عن الأعمال التي تودي إلى الموت عن الإيمان بالله سأقول لكم الحقيقة مستعدون لسماعها؟ لا يوجد إيمان حقيقي بيسوع المسيح بدون توبة عن الخطايا عن الخطايا المعروفة ما هي الخطية؟ إنها عصيان الله اسمعوا الآن لن نصبح مؤمنين إن كنا مرتبطين عن عمد بالمواد الإباحية صحيح؟ هذا كأنجلة حين قالت سأستمر مع توني أتفهمون هذا؟ لا يمكنها أن تتزوج جاستن إن كانت ما زالت مرتبطة بتوني هذا ليس علم الصواريخ إنه أمر بسيط جداً لا يمكن أن أصبح مؤمناً إن رفضت أن أتوقف عن ممارسة الجنس مع صديقتي خارج الزواج أنا أمارس الجنس مع صديقتي لكنني متزوج بها اسمها ليزا بيفير والله أيضاً يحب هذا بالمناسبة جملة عن تراضية صغيرة على الأغلب لن تحب أن أقول ذلك أأمل أن لا ترى هذه الحلقة لا يمكن أن نصبح مؤمنين إن رفضنا أن نتعد عن الجنس المثلي كيف تقول إنك مؤمن وتتمسك بالشذوذ الجنسي بينما يقول في كورنثوس الأولى ستة إن من يمارس الشذوذ الجنسي لن يرث الملكوت هذا مثل أنجلا وهي تقول سأتزوج جاستن وأحتفظ بتوني هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org هل ترون المشكلة التي لدينا هنا أترونها؟ لن نصبح مؤمنين إن رفضنا أن نبتعد عن الغش في ضرائبنا صحيح؟ سأظل أغش في ضرائبي لأن الحكومة لا ينبغي أن تحصل على مالي أعطوا مالي قيصر لقيصر لن نصبح مؤمنين إن تمسكنا بالتشويه الجنسي خلق الذكر والأنثى ليس النصف والنصف يقول الكتاب إن الله خلقهما ذكراً وأنثى فأقول يا رب أنت لم تكن تعرف ما تفعله كان يجب أن أكون أنثى هذا خطأ فادح صحيح؟ أترون كيف نظن أننا حكماء بينما قلبنا غبي؟ صحيح؟ فهمتم؟ لا يمكننا أن نصبح مؤمنين إن رفضنا أن نغفر للغير لا يمكننا أن نصبح مؤمنين إن رفضنا أن لا نثرثر سأقول لكم معلومة قلتها لكم من قبل هناك أكثر من خمسمائة وصية سلوكية في العهد الجديد الحقيقة هي إن تمسكنا بما أوصينا أن نتركه فقد خلقنا يسوع مزيفاً نعبد الأوثان الآن تفهمون عبادة الأوثان أكثر نكون مخدوعون وإيماننا إيمان خيالي ليس إيماناً حقيقياً كيف سيعرف الناس هذا إن كنا نحن كسفراء اليسوع المسيح لن نخبرهم؟ كيف سيعرفون؟ سنكون بالضبط مثل عائلة أنجلا التي تفترض أنها ستعرف وحدها أن عليها أن تترك أحباءها لتتزوج ونحن أفراد عائلتها لا نخبرها فتتزوج جاستن متوقعة أن يظل توني والباقون معها صحيح؟ يجب على عائلتها أن تقول لها أنجلا إن كنت ستدخلين في عهد زواج يجب أن توديعي أحبائك سيقولون ذلك ها نحن جزء من عائلة الله نحن سفراء عن يسوع المسيح كيف سيعرف أولئك الذين ليس لهم علاقة بالله إن لم نقل أي شيء؟ صحيح؟ هذا هو ما فعله يحن المعمدان قال توقفوا عن إخافة الناس أنتم يا جميع الدرائب لا تأخذوا أكثر مما يجب وهكذا كان محددا فيما كانوا يعرفون أنه خطأ معرفة الله ظاهرة فيهم لهذا السبب نظل نؤكد على أمور معينة في حكومتنا لأننا نحاول أن نسكت ضمائر الناس فلا تتكلم في داخلهم وهي تعرف أن هذا ضد الخالق نجعلهم يؤيدون دعونا نجعل الأمر مقبولا دعونا نجعله حقا مدنيا وهكذا تقول لكن ربما لا يقبلون البشارة هذه بداية الإنجيل تعرفون أن المعمدان قطعت رأسه لأنه تكلم عن اختيار جنسي لشخص قال له أنت تزني مع زوجتي في لبس أخيك هذا حرام وقالها علانية قالها علانية فقطعت رأسه ربما تقطع رؤوسنا لكن من الأفضل لك أن تفعل ذلك وترى البعض يدخلون في علاقة حقيقية مع المسيح على أن يكون لديك جماعة خلق يسوع مزيفا ويسمعون في النهاية اذهبوا عني أنا لم أعرفكم وأيضا سنواجه دمهم على أيدينا لأنهم منفصلون عن الله إلى الأبد لأننا نرحب بهم في عائلة الله والله يقول أنا لم أعرفكم هذا هو ما نفعله الآن صحيح؟ إذن ما هي التوبة لنتحدث عنها؟ أولا التوبة في العهد الجديد تختلف عن التوبة في العهد القديم توبة العهد القديم كانت بالمسوح والرماد كانت تعبيرا خارجيا ليقولوا لله أنا تغيرت لكن شكرا لله أن الأمر داخلي في العهد الجديد إذا نظرتم إلى كلمة توبة ويتوب ستجدونها وردت 58 مرة وردت 24 مرة كاسم و34 مرة كفعل لنرى تعريف كلمة ميتانوية أو ميتانيون أتذر لكل خبراء اليونانية يمكنني أن أقرأ القاموس لكن لا يمكنني التحدث باليونانية أكثر تعريف منتشر ومعروف ومقبول لكلمة توبة هو تغيير الرأي أنجيلا تقول حسناً أنا لن أواعد توني مرة أخرى لأنني سأدخل في عاد مع جاستن غيرت رأيها بخصوص موعدة توني أتفهمون ما أقصده؟ دعوني أقول هذا إذا اتركنا الأمر عند حد تغيير الرأي سأفقد قوة تعريف الكلمة حسناً تقول موسوعة بيكر للكتاب حرفياً تغيير الرأي ليس بخصوص الخطط أو النوايا أو المعتقدات الفردية بل هو تغيير في الشخصية بأكملها من مصاري عمل خاطئ إلى الله أحب عبارة تغيير الشخصية بأكملها بماذا يخبرنا هذا؟ دعوني أقول هذا ربما أغير رأيي وأظل غير مقتنع أتفهمون ما أقصده؟ حسناً ما يقصده الباحثون بهذه الكلمات هو أنه يوجد ما هو أكثر من مجرد تغيير في الفكر إذا ذهبت إلى قموس آخر قموس لكسام اللاهوتي تجده يشرح هذه الكلمة بهذه الطريقة عملية فيها يعيد الفرد توجيه ذهنه وكذا إرادته بعيداً عن القطية وناحية الله تتضمن التوبة الذهن بالطبع لكنها تتضمن القلب أيضاً إنها تتعمق إلى الإرادة والمشاعر وتغترق إلى أعماق القلب نتغير لا نغير رأينا فقط بل نغير قلبنا كله نقتنع تماماً في أعماق كياننا صحيح؟ لأنه من القلب تأتي الأفكار الشريرة والقتل والفسق والزنا والسرقة وشهادة الزور والإهانة هذه هي الأشياء التي تنجس إن كانت كل هذه السلوكيات من الفكر فتغيير الفكر يصلحها أترون أنه ليس تغييراً في الفكر فقط بل في القلب وفي الإرادة والمشاعر السلوكيات الآن سأقول جملة ربما تضيق البعض منكم ينشأ السلوك سواء أكان عفوياً أو اعتيادياً من داخل أعماقنا حسناً إن كان تقديم توبة حقيقية هو تغيير في الفكر فقط لما قال يسوع أبداً هذا ولم نكن سنقرأ كما شعر في نفسه هكذا هو صحيح؟ الطريقة التي أدرك بها الحياة في أعماقي تملي علي تصرفاتي وردود أفعالي وهذه هويتنا تقول ماذا؟ تصرفاتي وردود أفعالي هويتي أعرف أن هذا ليس بالخبر السعيد لكنها الحقيقة لأن يسوع قال ستعرفونهم من أعمالهم أي من تصرفاتهم بهذا يمكنك أن تعرف ما إذا كان الشخص مؤمن حقيقياً أم لا من تصرفاته لأنها تخرج من القلب نحن نعرف من تصرفاتنا وبما أن ما ينتج هذه التصرفات هو القلب إذن التوبة هي تغيير في القلب أنتم معي؟ حسناً الحقيقة هي أننا يحكم علينا من أعمالنا وليس من نوايانا وهذا يظهر قوة الإنجيل الإنجيل يمكنه أن يغير شخصاً بكل رغباته القلبية الداخلية هذه قوة الإنجيل الناس في العهد القديم كانوا محدودين لهذا قال يسوع في العهد القديم كان يجب أن تنام مع امرأة لتصبح زانياً في العهد الجديد تنظر وتشتهيها فتعتبر زانياً لماذا؟ في الحقيقة هذا مطلب أصعب لكنه في الواقع ليس مطلباً بل ثمر لقلب تغير القلب الذي تغير لن يشتهي امرأة حين يكون في عهد مع امرأة أخرى تفهمون؟ تحدث التوبة حين ننتبه للحق ونقتنع بالكامل من أعماق كياننا بأن فلسفتنا تتعارض مع إرادة خالقنا هذا الإدراك القلبي لا ينتج عنه تغيير في الرأي فقط بل في رغباتنا وسلوكنا أيضاً ما نرغب فيه يتعارض مع الله فنقرر بحزم من أعماق كياننا أن نتغير ونبتعد عن الشر الخلاصة هي التوبة ليست أمراً سلبياً بل إيجابياً لأنها بداية العلاقة الحميمة مع الله هل نريد أن نكون الشعب الذي يلعب كنيسة تحت الجبل خالقين يهو مزيفاً؟ أم نريد أن نكون موسى فوق الجبل في علاقة حميمة مع الله؟ لنتحدث عن العهد الجديد هل نريد أن نكون من يحضرون المؤتمرات والكنائس؟ وحين نخرج ننسى ما هو لأنه ليس في علاقة حميمة مع يسوع؟ الشعب الذي خلق يسوع مزيفاً والآن يمكنني أن أذهب إلى السماء وأعيش كما أريد أيضاً بما يتعارض مع خالقي دعوني أقول إن الإنجيل قوي جداً لا يحرر من عقاب الخطية فقط بل يحررنا من قيود الخطية أيضاً سنتحدث عن هذا لاحقاً أراكم لاحقاً وصلنا للدرس السابع أتصدقون؟ أنا حقاً مستمتع جداً بالحديث معكم يا شباب أتكلم وحدي لكن وجوهكم مذهلة أنتم تخرجون الكلام مني أما عنوان هذا الدرس فهو التساهل والحق والمحبة وسيكون هذا درسي المفضل لكن بخصوص موضوع القضاء على الكريبتونايت سوف نتحدث عن هذه الكلمات الثلاثة التساهل والحق والمحبة حسناً والآن مبدئياً أريد أن أذهب إلى كنيسة ثياتيرة ليس إلى الكنيسة بل أريد أن أذهب إلى رسالة يسوع إلى كنيسة ثياتيرة كما تعلمون في كتاب الرؤية يرسل يسوع رسائل إلى سبع كنائس أسيوية لو كانت هذه الرسائل تنطبق فقط على تلك الكنائس وقتها لم وضعت في الكتاب لماذا؟ لأنها تنطبق عليهم فقط بما أنها موجودة في الكتاب إذن فهي نبوية أي تنطبق علينا اليوم أولاً الرسالة ليست موجهة إلى مدينة ثياتيرة يتحدث يسوع في هذه الرسالة إلى كنيسة ثياتيرة انظروا الآن في البداية اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام سأقول إنه يتحدث إلينا نحن هل يمكنني ذلك؟ سأتحدث في زمن المضارع لأن هذا ينطبق علينا يقول أنا عارف أعمالك هذا يسوع يتحدث إلينا نحن يقول هنا أنا أعرف محبتك وإيمانك وخدمتك وصبرك ويقبل وأعلم أنك تعمل الآن أكثر مما عملت في السابق هذا أمر شديد روعة ما هو أول شيء يترك الخدمة إن تردى حال الخدمة؟ محبة الله يقول لكنيسة أفسس تركت محبتك الأولى ليس لكنيستنا نحن نحن محبتنا قوية ولسنا أقوية في المحبة فقط بل في الخدمة وفي الإيمان وفي الصبر بل ودعوني أخطو خطوة أبعد نحن نتحسن باستمرار في كل هذا وأي قص لا يريد أن يقول يسوع هذا عن كنيسته؟ أنا سأقول حسنا هذا يسوع يقول نحن نتحسن من الواضح أن هذه كنيسة جيدة نامية قوية إنهم يخدمون المجتمع ويحبونه لكن انظروا إلى بقية كلامه حسنا أريد أن أؤكد على هذه المعلومة ليست كنيسة معالة بل كنيسة نامية وفجأة يتحول المدح إلى تقويم يقول يسوع في العدد التالي لكن لي عليك أنك تتسامح مع المرأة إيزابل التي تدعي أنها نبي وتضلل عبادي بتعاليمها وتغريهم بأن يزنوا ويأكل من ذبائحي الأوثاني أولا لماذا أسمها إيزابل؟ مع العلم أنه كان هناك الكثير من اليهود في تلك الكنائس هل كان يسمي أحد بنته إيزابل؟ بعدما قرأوه في ملوك الأول والثاني؟ حسنا إذن أنا شخصيا لا أؤمن أن هذه امرأة تدعى إيزابل كانت موجودة وقتها وهناك سبب آخر وأعتقد أن مترجيمي ترجمة نيو ليفنج يؤمنون بهذا لأنه قال هنا المرأة إيزابل تعرفون أن ابني ألك يمزح طوال الوقت صحيح؟ إن قلت ألك ذلك الرجل الفكاهي لا أقصد أن اسمه فكاهي بل أقصد أنه شخص فكاهي صحيح؟ يقول يسوع المرأة إيزابل إذن ما يقصده أنها من نوع إيزابل المذكورة في ملوك الأول والثاني هل تتابعون؟ إذن دعونا نتحدث عن إيزابل المذكورة في ملوك الأول والثاني لنرى نوعها إيزابل المذكورة في ملوك الأول والثاني كانت ملكة عبادة الأوثان كانت تعبد الأوثان وكانت امرأة ذات تأثير قوي كل بني إسرائيل سبوا بها رجل واحد وقف ضدها اسمه إليا وحتى هو هرب من أمامها لكنه واجه أنبياءها من هم أنبياؤها؟ أناس مستأجرون إعلامها المدني ومثل هذه الأمور هل أكمل هذا؟ إذن حين واجه إليا الشعب وقال لهم حتى متى تترددون كالعرج بين طريقين حتى متى تترددون إن كان يهوى الإله فاتبعوه وإن كان البعل تذكروا البعل وثا إلى ما تشير كلمة وثا إن كان الخطيئة فاتبعوها اختاروا فوقفوا في ذهول حسنا كان على إليا أن يواجههم إذن علينا أن نسأل هذا السؤال الآن لنعود إلى كنيسة الثيتيرة هل كان أعضاء هذه الكنيسة التي تنمو في المحبة وتنمو في الخدمة وفي الإيمان هل كانوا يرتكبون الزنا حرفيا ويأكلون ما ذبح للأوثان؟ لا أعتقد سبب عدم اعتقادي هو أن بولوس لا يدين أكل ما ذبح للأوثان إن قرأتم كورينثوس الأولى ثمانية يقول حسب إيمانك صحيح؟ إذن لماذا سيدين يسوع شيئا وافق عليه روح الله في بولوس؟ حسنا إذا نظرتم إلى معظم تفسير الكتاب يقولون إنهم لا يؤمنون بأنه كان هناك زنا حرفي يتم تعليمه وأمور وثانية بل كانت وثانية الخطية المتعمدة حسنا والآن أردت أن أصل لهذا كل هذا لا يهم تعرفون ما المهم؟ جوهر تقويم يسوع هنا هو تفاعل كنيسة الثياتير أو بالأحرى عدم تفاعلها مع الخطية المعلنة أو الوثانية انظروا إلى هذا يقول هنا لكن لي عليك أنك تتسامح كلمة تتسامح هنا تعني تسمح بكذا أو تأذن بكذا أو من الناحية السلبية لا تنهي عن أو لا تمنع أو لا تردع أو لا توقف عملا ما أتفهمون؟ إذن لا يحاسب يسوع هؤلاء المذنبين لنقل إنه في كنيسة الثياتيرا ربما كانت هناك امرأة مؤثرة ثم جمعت حولها مجموعة من المجرمين إنه لا يحاسبها هنا لا يحاسبها ولا يحاسب مجرميها بل يحاسب الكنيسة على ترخيها تساهلتم في هذا لا تواجهونه صحيح؟ قال أمهلتها أن تتوب عن زناها لكنها لم تتوب من الواضح أنه كانت هناك تحذيرات ولم يسمعوا والآن يحاسبهم على تساهلهم تفهمون؟ ربما هذه الكنيسة تفضل التعليم الذي يرفع معنوياتهم لا يريدون تعليما تقويميا هل تتابعون؟ إذن لو كنت في مبنى وهذا المبنى يحترق ماذا سوف تفعل إن اشتعلت النار والناس نائمون؟ استيقظوا، اخرجوا ياللهول، اخرجوا من المبنى، صحيح؟ حسنا، تعرفون أن يهوذة، يهوذة الرسول ودع في موقف مشابه؟ قال يهوذة، أيها الأحباء، كم كنت مشتاقا للكتابة إليكم عن الخلاص الذي نشترك فيه أراد أن يتحدث عن أمور نجابية غير أني أشعر بالحاجة إلى الكتابة إليكم لتشجيعكم على الكفاح من أجل الإيمان الذي أعطاه الله لشعبه المقدس مرة واحدة لأنه قد اندس بينكم أشخاص لا يتقون الله ويتخذون من نعمة الله مبررا للانحلال كان الموقف كالتالي أراد يهوذة أن يكتب عن السماء وعن كونهم سفراء يسوع وعن بركات الحكمة في السير مع يسوع وعن قوة الله الشافية لكن لم يقدر قال الأهم أن أحذركم من من يحولون نعمة الله إلى رخصة للفجور لأنه كان هناك من يعذون عن نعمة متساهلة وليست ممكنة كان نفس الشيء يحدث في ثيتير لذا يقول يهوذة يجب أن أكون أبا حقيقيا ويجب أن أحذركم من هذا وأنا أتفاهم هذه المعضلة أفهم ما يشعر به أحيانا كنت أرغب في كتابة كتاب عن شيء إيجابي يرفع معنويات الناس شيء مشجع لأنه من من لا يحب التشجيع؟ والتشجيع جزء من الإنجيل البنيان والوعظ والتسلية صحيح؟ كلنا نحتاج هذا كل واحد فينا صحيح؟ لكن التشجيع فقط ليس مشورة الله الكاملة وككنيسة نحن نغجل ما نفعله لا يختلف عما تفعله الثيتيرة نحن مثل الثيتيرة إيماننا يزداد ومحبتنا تزداد وخدماتنا تزداد لكننا لا نواجه مما يضع الناس في وضع عبادة يسوع مزيف أتفهمون؟ هناك مثل لاتيني قديم يقول الصمت يعني الموافقة كان يجب أن يتحدث حين كان في إمكانه بالنسبة للقادة أقول الصمت يقول شيئا يقول ما تفعله صحيح استمر قال يسوع بوضوح إن الذين ينقادون لتعاليمها الخاطئة سيعانون كثيرا إن لم يتوب أقصد الأمر خطير لأنه لا يتحدث إلى مدينة الثيتيرة بل إلى كنيسة الثيتيرة والآن السؤال الذي علينا أن أسأله هو ما هو السبب في هذا التساهل؟ لماذا يتساهل الناس الذين يكتب يهوذ إليهم؟ لماذا لا يواجهونه؟ بسبب الفهم المضلل للمحبة الحقيقية هذا سبب التساهل إذا نظرتم إلى فصة أربعة يوضح الأمر من ترجمة نيو ليفينغ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org يقول بولوس وإنني لأرجو أن لا نكون فيما بعض أطفالاً ننجرف مع كل نوع من التعاليم التي يأتي بها ماكرون التعليم المزيف سيشبه الحق جداً لكنه ماكر والآن انظروا إلى ما قاله بولوس هذا هو التعارض هنا بل ينبغي أن نتكلم بالحق في المحبة وننمو لنكون مثل المسيح والآن من السهل أن نرى التعاليم المزيف حقيقية القوة التي تحارب ضد هذا ليست قول الحق فحسب بل قول الحق بمحبة إن قلت الحق فقط ستصبح متشدداً وإن تكلمت بمحبة فقط ستصبح مجنوناً لكن حين تقول الحق بمحبة ستحصل على ما يلزم لنكون في أمان لهذا يقول بولوس لكنيسة كورينثوس تقل محبتكم لي بينما تزيد محبتي لأنهم لم يريدوا التقويم لم يحبوه أرادوا كلمات تشجيع تشجيع فقط لنكن صرحاء سأقرأ هذا من مذكرة مباشرة نحن نتجنب قول بعض الحقائق الروحية لأننا نشعر أنها لا تتفق مع المحبة التي نتوق إليها جداً نحن في الحقيقة نتجنب دعوة الناس لعدم الاستمرار ولتغيير أسلوبهم نرى أن دعوة الناس للتوبة تتعارض مع الحنو اللطف والشفقة والحب لكن شاهدوا هذا الفيديو الذي أعده فريقنا انظر انظر لهذا لابرادودل ماذا؟ نعم هناك اوه احب هذا النوع جميل نعم نصف لاب ونصف مودل انتظر ماذا؟ مدهش مودل نعم لا هذا لا شيء أبداً لا لا إنه مودل نقي أليس هذا أليس هذا ديف صديقنا؟ أجل ماذا يفعل هنا؟ ربما يستمتع بالمنظر لحظة أليس ديف أعمى؟ يجب أن نحذره هاي يا ديف انتظر ما الذي تفعله؟ لا يمكنك أن تملي على ديف ما يفعله لماذا؟ أنت أعمى؟ لا إذن أنت لا تعرف ما الذي مر به ديف؟ لا يمكنك التعامل معه اتركه شأنه إنه بخير حسناً إنه ينزلق الآن حسناً هل ستهاجمه الآن لمجرد أنه ينزلق؟ الجميع ينزلقون من وقت لآخر أوهاجمه هذا ليس حاول فقط أن أحميه من الوقوع من الجرف لا لا حسناً اسمع أعتقد أن ما عليك فعله هو أن تحبه فقط ولا تشير ما علقة هذا بالأمر؟ المحبة هي كل الأمر لأنك لو أشرت إلى نقطة ضعفه سيشعر أنه غير محبوب وغير مقبول أحمي الرجل من الوقوع من الجرف إنه لا يتوقف ديف لا توقف توقف إن تكلمت بالسوء على العميان ماذا؟ سيتضايق الكثير من الناس وسيكرهونك وأيضاً ماذا لو جعلته لا يحبنا؟ لكن فكرت في هذا؟ ديف سيموت يجب أن هاي ديف لا 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 هل من أحد هنا؟ نعم مرحباً ديف ما أخبارك؟ أنا تشارلي من المدرسة مرحباً توقف من أجل خاطر ديف أحتاج بعض المساعدة أعتقد أنني ضللت طريق هل تقودني للطريق الصحيح؟ أخضره نعم يبدو أنه تائه معك حق يجب أن نشجعه ديف 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 أنت تقوم بعمل رائع أنا سعيد لأنك هنا وأنا فخور بك لأنك تسير في هذا الطريق أنت شخص عظيم أنت رائع أوه أشكرك أنا في الطريق الصحيح رقبه سيفهم أحببه في مشكلته نعم لقد فهمت وحدك ديف ماذا تفعل؟ ماذا؟ ديف ما؟ ديف ديف هذا مثال رائع حسناً دعونا نتحدث عن الأمر كيف ينطبق هذا علينا اليوم؟ حسناً ها هو ديف أمامنا إنه أعمى متجه للجرف موت مؤكد وما يهم شارلي جعل خطواته الأخيرة مريحة عندما نكون ككنيسة مهتمين فقط بأن تكون كلماتنا إيجابية فقط نريد أن يكون اليوم هو أفضل أيام حياتك نريد أن تستمتع بالحياة فقط لا غير نجعل الكثير من العميان يتوجهون إلى الجرف نجعل الحياة مريحة أكثر ونحن أساساً لا نحب الناس بحق والمحذن حقاً هو أننا حين نحاول أن نحب الناس حقاً نرى متعصبين وكأننا نكرههم بينما الحقيقة نحن نحاول أن ننقذهم من موت محقق ما يمنعنا عن فعل ذلك هو أننا نرى الحياة ثمانين سنة هذا ما نراه مؤمنون كثيرون جداً في الغرب نرى الحياة ثمانين سنة مثلاً لو ذهبت إلى عشاء عرس أخذونا إلى طاولة مليئة بالحلوة إن كنت أرى الحياة بمنظور يوم واحد ماذا سأفعل؟ سأأكل كل الحلوة التي على الطاولة صحيح؟ لكن لو منظوري ستة أشهر سأأكل شيئاً وحيداً أو لا شيء لأني لا أريد ألاماً في معدتي في اليوم التالي لا أريد دهوناً زائدة في الأسبوع التالي ولا أريد ضعفاً في صحتي بعد فترة صحيح؟ لكن سيلومونني ماذا بك يا بيفير؟ استمتع بالحياة ليست متعة حياة بل متعة يوم هذا ما نفعله نحن نحن نتجادل نحن نقول أنت لا تعرف المشاكل التي يمر بها أنت لا تعرف خلفيته انتظر لحظة هل سنتجنب إخبار الناس بالحق؟ لأننا لا نريد أن يظن أننا متعصبون؟ هل تفهمون هذا؟ هل تفهمون أنه يوجد جحيم حقيقي؟ هذا صحيح يسوع يتحدث عنه وكذا بولوس ويحن انظروا في الكتاب يقول يحن سيعذبون نهاراً وليلاً إلى أبد الآبدين حسناً انظروا متة يقول يسوع وهكذا يذهب الأشرار إلى عقاب أبدي وهذا يعني عقاباً لن ينتهي أبداً 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 أبدي معناها لن ينتهي فسيكون جزاؤهم ضماراً أبدياً وسيبعدون من وجه الرب عقاب الجحيم الحقيقي هو غياب محضر الرب طوال الوقت لم يخلق الجحيم لنا بل للشيطان وملائكته والشيطان خدع آدم ويسوع أتى لينقذنا ونحن فقط نريد أن يفرح الجميع ويستمتع بالثمانين عاماً بينما يقول يعقوب أنتم كالبخار هذه الحياة صفر بالمقارنة بالأبدية الأمر هكذا ما هو الحب الحقيقي؟ ما هو؟ يحن الأولى أربعة ثمانية يقول الله محبة اسمعوا الله محبة لم يقل الله محب بل هو المحبة ذاتها إذن هل نحن المخلوقين نقول للخالق من هو؟ هل نعرفه؟ لا بل ندعه هو يعرف المحبة صحيح؟ كنت أصلي وكنت أتمشى على شاطئ جميل جداً كان ذلك في الصباح الباكر وقال للروح القدس يا بني لقد ركزت الكنيسة على تعريف الوحدات الطرفية للمحبة وتركت جوهر المحبة دعوني أشرح لكم الأمر كما شرحه لي لنقول أن لدي طفلاً وأنا أشرح له الفرق بين الرجل والمرأة فإن قلت لذلك الطفل الرجل لديه عينان ولديه أنف ولديه أذنان وشعر ولديه يدان ولديه ذراعان ولديه رجلان سيرى الطفل امرأة ويقول هذا رجل لماذا؟ لأنني لم أقل له الأمور التي تميز المرأة عن الرجل لم أقل إن المرأة لها ثديان ولها جهاز تناسلي مختلف عن الرجل صحيح؟ لم أدخل في الاختلافات المحددة بين الرجل والمرأة صحيح؟ قال تقولون إن المحبة لطف والعالم أيضاً لديه محبة فيها لطف المحبة تصبر حسناً أن الناس في العالم يمدحون الصبرين أتتابعون؟ تعرفون باقي القائمة لكن هناك اختلاف يمكننا أن ندعوه لاختلاف التمييزي بين المحبة التي في العالم ومحبة الله يحن الأولى خمسة ثلاثة هذه هي انظروا هذه هي محبة الله حسناً لم يقل المحبة لطف والمحبة صبر وهكذا صحيح هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه حسناً لو لم تنتبه لهذه هناك غيرها في يوحن الثانية ستة فالمحبة هي أن نسلك بحسب وصايا الله وإن كان هذا غير كاف سأدعي يسوع ليفصل في الأمر اسمعوا ماذا قال هذه الكلمات لونها أحمر في ترجمة NLT لأنها من فم يسوع من يقبل وصاياي وليس اقترحاتي ويطيعها فهو الذي يحبني إذن لقد ركزنا على الوحدات الطرفية بدلاً من الاختلافات التي تميز حقاً محبة الله عن محبة العالم إذن إن كنت لطيفاً وصبوراً وحنوناً ولست غيراً ولا حاداً ولا متكبراً ولا مغروراً ولا عنيفاً ولا أطلب مال نفسي لكن أشاهد موادًا إباحية بانتظام أنشر الإشاعات باستمرار أعيش في خطية معلنة عن عمد أهذا حب؟ لا إذن المحبة الحقيقية هي اللطف والصبر وعدم الحدة ولكن بالإضافة إلى ذلك يجب أن نحفظ وصايا يسوع دعوني آتي من الزاوية الأخرى أيضاً يمكنني أن أحفظ كل وصايا يسوع ولكني أحتد أنا هكذا لا أحفظ وصاياه لست صبوراً ولا هذا حب الكل لا يمكنك أن تأخذ العدوة التناسلية وتقول هذا رجل كل الأشياء معاً عندما أكون سائراً في محبة الله بحق أصبر ولا أغتر ولا أتكبر ولا أتعجرف ولا أنتفخ وأظن أفضل الظن في الكل لكنني أحفظ الوصايا إذن لهذا قال بولوس لتيموثاوس وهذا جزء من آخر ما كتب بولوس في حياته بأن تنشر الرسالة كن مستعداً أي كن متاحاً وجاهزاً في وقت مناسب وغير مناسب لم يكن الوقت يبدو مناسباً لذا منعت شارلي صديقه من محاولة إنقاذ ذيف من السقوط من الجبل لم يرد الصراع في وقت مناسب وغير مناسب سواء قبلت أم لم تقبل قبلت أم لم تقبل أقنع الناس ووبخهم وشجع من يحتاج إلى تشجيع وفعل ذلك بتعليمهم بصبر هذا من آخر ما كتب بولوس كتبه إلى شاب اسمه تيموثاوس الحب الحقيقي الحب الحقيقي هناك دائماً حق مرتبط به الحب بدون حق كلمة الله ليس حباً على الإطلاق إنه زيف واليوم في عالمنا في مجتمعنا نحن نبتعد بعيداً عن جانب الحق ولدينا محبة زائفة ليست محبة الله وهذا الأمر بالذات هو الحافز الذي يجعلنا نخلق يسوعنا المزيف أراكم في الدرس القادم نحن في الدرس الأخير لا أصدق انتهينا بسرعة شديدة التحدث إليكم ممتع استمتعت بذلك وجوهكم مشرقة إذن نحن في الدرس الثامن أول شيء سأتحدث عنه هو ما هي الثلاثة سيناريوهات للمؤمنين الذين يخطؤون أريد أن أعرض عليكم هذا السيناريو الأول المؤمنون بين قوسين الذين يتساهلون في الخطية بسبب قساوة قلوبهم محصنون ضد معرفة حقيقة أنهم يجرحون قلب يسوع أذكر خادماً عظيماً للإنجيل نظر إلي ذات يوم وقال لي إنه سمع الرب كاد أن ينوح في داخله قائلاً لماذا؟ يريد شعبي أن يسلي نفسه بالأمور التي أدخلت المسامير في يدي لن أنسى هذا ما حييد إنهم يكسرون قلب الله بلا أي مشاعر يتحدث الله عن هؤلاء الناس الذين من شعبه الذين يتساهلون مع الخطية في إرمية ثمانية اثنى عشر فهل خجلوا بسبب أعمالهم النجسة؟ لم يخجلوا ولم يعرفوا الحياء الصنف الثاني من المؤمنين وأنا أضع كلمة مؤمنين بين قوسين لأنني لا أحكم الله يحكم صحيح؟ لكن من يقولون إنهم مؤمنون تؤمن هذه المجموعة بكذبة أننا جميعاً خطات بالطبيعة ودم يسوع قوي بما يكفي لتحريرنا من عقاب الخطية لكنه لا يكفي ليحررنا من قيود الخطية إذن فهم يؤمنون بنعمة تكفر فقط لكنها لا تقوي لا تسيء فهمي النعمة تكفر إنها تغفر إنها مذهلة لكن النعمة تمكننا أيضاً من العيش بطريقة تمثل يسوع صحيح؟ حسناً لذلك يقول الرسول بولوس لهؤلاء الناس في روما أصح ستة فماذا نقول أن أبقى في الخطية لكي تزداد نعمة الله؟ بالطبع لا ويضع علامة تعجب نحن الذين متنا بالنسبة للخطية كيف نواصل العيش فيها؟ إذن الأول والثاني كلا السيناريوهين أرى أنهما يعتبران كريبتونايت الكريبتونايت هو الخطية المعروفة ماذا عن الصنف الثالث؟ من يصارعون ليتحرروا من الخطية يريدون التحرر لكن الخطية تمسكهم لم يكتشفوا بعض من كلمة الله كيف يمارسون إيمانهم ليتحرروا منها يخطئون فينكسرون لأنهم يحبون الله ويتوبون لكنهم يخطئون مجددا للأسف أحد الأمور التي تقيدهم هي الشعور بالذنب والدينونة بسبب ما يقيدهم الشعور بالعار يجعلهم يستمرون في الخطية إن كنت أنت هكذا أريدك أن تسمع هذه الكلمات من يسوع قال يسوع إذا أساء أخوك فوبخه وإذا اعتذر أي تاب سامحه وإذا أخطأ إليك سبع مرات في يوم واحد وعاد إليك سبع مرات معتدرا فسامحه هذا ما قاله يسوع لماذا أذكر هذه الآية؟ لأن الكتاب يأمرنا أن نسامح كما سامحنا الله إذن لن يطلب يسوع منا أن نسامح بلا حدود هكذا لو كان الله لا يسامحنا هكذا حسنا هذا هو جمال الأمر لا تسمح لنفسك أبدا بالشعور بالعار هذا ما لحظته في هؤلاء إن سقطوا في الخطية يعاقبون أنفسهم تعرفون ما أقصده؟ أنا لا أستحق الشفاء أنا لا أستحق أن أكون وسط هذه الجماعة لا أستحق هذا يعاقبون أنفسهم عقابا متعمدا تعرفون ماذا يسبب هذا؟ يخرجك خارج دائرة قوة دم يسوع دم يسوع المسيح يغفر لنا دون أن نعاقب أنفسنا هناك غفران كامل في دم يسوع المسيح هذا السيناريو الثالث هو ما أريد أن أخاطبه في هذا الدرس الأخير سأضع نفسي أمام المدفع قليلا سوف أشارك بقصتي في سن الحديث عشر أدمنت المواد الإباحية كان أصدقائي يرونني بعض المجلات وبدأت أنظر وأشاهد وقادني هذا إلى العدة السرية ومشاهدة المواد الإباحية وصار سلوكي بشعا ومجنونا أذكر وأنا في الدراسة الثانوية كنت أنظر إلى الفتيات وأتخيلهن عرايا وأتخيل خيالات جنسية وكنت لا أزال في الثانوية لذا عندما نلت الخلاصة في الجامعة عام 79 ما حدث هو أنني توقفت عن الشرب وتوقفت عن الشتيمة أيضا لكن المواد الإباحية والشهوة الجنسية استمرت حين تزوجت ليزا قلت تزوجت أجمل فتاة لكنني استمرت على حالي ولم تتحسن حالتي بل ازدادت سوءا وبعد عام بدأت أخدم وكان الأمر يسوء أكثر وفي عام 84 كانت إحدى خدماتي في كنيستنا هي أن أوصل المتكلمين الضيوف وجاء متكلم يضع ليستر سامرل كان مشهورا لأنه خدم بقوة في آسيا وفي الولايات المتحدة وفي كل العالم لكنه اشتهر بصفة خاصة بخدمة التحرير وأذكر أنني كنت معه وحدنا في السيارة كان هذا في خريف 84 وفتحت قلبي له فبدأ يوبخني كأب لي فاستمعت إلى كل كلمة قالها وقلت يا أخ سامرال أرجوك صلي من أجلي لك أتحرر فوضع يديه على رأسي وصل صلاة قوية جدا وماذا حدث؟ لا شيء حسنا علي أن أجد رجلا له موهبة أقوى على حياته لا لم تكن لتجد أي رجل أقوى من لستر سامرال ثم أذكر أن هذا الأمر حدث في خريف 84 ثم في الثاني من مايو 85 أعطاني شخص ما شقته لأستخدمها في الصوم والصلاة وفي اليوم الرابع من الصوم يوم 6 مايو 85 تحررت تماما من إدمان المواد الإباحية ومن تلك الروح روح الشهوة الجنسية تحررت تحريرا كاملا وكنت أقول لنفسي واو أنا حر ثم أذكر بعد عامين من السير في تلك الحرية بدأت أشعر بالحيرة وقلت يا رب لماذا لم أتحرر عندما صلى لستر سامرال من أجلي لقد اتضعت وشاركته وبدأ الرب يوريني حياة الصلاة الخاصة به عام اثنين وثلاثة وأربعة وثمانين كنت أصلي ساعة ونصف على الأقل كل يوم كنت أستيقظ في الخامسة إلا الربع صباحا وأخرج لأنني كنت أصلي في الخارج دائما وكنت أصلي حتى السادسة والنصف أو السابعة وكانت صلاتي هكذا يا رب استخدمني استخدمني لتحرير الناس استخدمني لشفاء الناس استخدمني للخلاص دعني يا رب أقود مدنا ليسوع وكنت أصلي بشغف شديد جدا أتفهمون؟ حسنا وفي آخر خريف أربعة وثمانين كنت أصلي ذات صباح وكنت أصلي بشغف وفجأة تحدث الروح القدس إلي وقال يمكنك أن تقود الناس اليسوع وتشفي وتحرر وتقود جماهير اليسوع وتذهب للجحيم فقلت ماذا؟ فقال للروح القدس يهوذة ترك الكل ليدبعني يهوذة شف المرضى وحرر الناس ووعد عن التوبة ويهوذة في الجحيم بدأت أتزلزل لم أرتعش بل تزلزلت كنت أنتفض حرفيا وأذكر أنني قلت حسنا أصدقك ماذا يجب أن أطلب؟ ماذا أطلب حين أصلي؟ فقال أن تعرفني عن كثب وهكذا بدأت أدرك في ذلك اليوم أن هذا ما كان يطلبه موسى وما كان يطلبه بولوس وداود أيضا كل من انتهت حياتهم نهاية جيدة كان هذا أهم مطلب لديهم أن يعرفوه معرفة حميمة صحيح؟ يقولها بولوس هكذا قال بل أني أعتبر كل شيء خسارة بالمقارنة مع الامتياز لمعرفة المسيح وفي ترجمة أخرى بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح حسنا أنا كنت دائما أسعى وراء الخدمة أكثر من معرفة يسوع أتفهمون؟ وهكذا فسر لي الروح القدس الأمر وقال لي حين فتحت قلبك ليستر سامرل كنت خائفا من أن تمنعك تلك الخطية من الخدمة التي دعوتك لها وقال لكن يوم الست مايو حين كنت صائما كنت منكسرا لأنك تجرح قلبي حسنا والآن سأقرأ لكم شيئا كتبه بولوس لكنيسة كورينثوس لم يكتبه لغير المؤمنين بل الكنيسة يقول في كورينثوس الثانية لكني الآن مصرور لا لأنكم حزنتم بل لأن حزنكم أدى بكم إلى التوبة ويكمل ويقول فقط حزنتم كما يريد الله وهكذا لم نؤذيكم نحن في شيء فالحزن بحسب مشيئة الله يؤدي إلى التوبة والتوبة تقود إلى الخلاص الذي لا ندم عليه أما الحزن الذي في العالم فللموت لدينا حزنان حزن إلهي للتوبة والآخر هو حزن العالم الذي يؤدي بك إلى الموت إذا نظرتم إلى كلمة خلاص تجدونها لا تحكي القصة الكاملة الخلاص باليونانية الكلمة اليونانية سوتيريا وهي تعني أمان ونجاة وحماية من الخطر أو من الضمار دعوني فقط أفرز تعريف النجاة وحده والآن لنعود إلى كورينثوس الثانية ونقولها فالحزن بحسب الله يؤدي إلى التوبة إلى الخلاص تذكروا الخلاص السوتيريا أي النجاة تقود إلى نجاة لا ندم عليها أما الحزن الذي في العالم فيؤدي إلى الموت ها هم نوعا من الحزن إلهي وعالمي واحد ينجيك والآخر يميتك ما الفرق؟ لأن الحزنين يقولان أخطأت تذكروا بالعام قال أخطأت وشاول أيضا ويهوذ قال أخطأت صحيح؟ حزناني واحد ينجي والآخر يجعلك تستمر في الموت ما الفرق بينهما؟ يتضح الفرق في حياتي ملكين إذا نظرتم إلى الملك شاول إن عدنا للملك شاول لقد عصى الله لم يطعه؟ وقال سموئيل العسيان كخطية العرافة صحيح؟ تعرفون ماذا قال شاول أخطأت سأضعه على الشاشة قال أخطأت لكن أتوسل إليك أن ترجع معي اكرمني أمام القادة وأمام بني إسرائيل هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org والآن إلى داود داود زنى وليغطي زناه قتل زوج المرأة أتى النبي إليه وماذا قال داود؟ لقد أخطأت إلى الله ثم بعدها في مزمور 51 يقول أخطأت إليك وحدك وفعلت الشر أمامك صحيح؟ لكي يثبت أنك على صواب فيما تقول وتربح تمت مواجهة داود ولم يهتم بمنظره وقع على وجهه وبقي على وجهه سبعة أيام لأنه كما قال أخطأت إليك وحدك شاول قال لساموئيل اكرمني اكرمني لقد أحرجتني أمام قادتي لقد أحرجتني أمام إسرائيل كلها أعد لي كرامتي إذن مركز حزنه هو نفسه إذن حزن العالم يقول ماذا سيحدث لي هل سأدان هل سأفقد الدعوة التي على حياتي حزن الله يقول لقد جرحت قلبك أنت مدت من أجلي وأنا جرحتك أترون الفرق؟ إذن بدأ الله يريني شكل صلاتي وأدركت أنني في 84 كنت أصلي يا رب استخدمني استخدمني لأفعل هذا وذاك كنت خائفا أن تمنعني الخطية من الخدمة التي دعيت لها كان حزن العالم ولكن لأنني كنت أصلي يوميا بعدها بعد أن قال لي للروح هذا بدأت أصلي يا يسوع أريد أن أعرفك أكثر معرفة ممكنة وأن أحبك وأن أرضيك أصبح هذا مركز صلاتي وليس استخدمني لأربح الأمم إذن عندما كنت صائما في الثاني من مايو كان فكري أني أجرح قلبه هذا هو الحزن الإلهي الذي يقود للنجاة الحزن الذي يقود للخلاص حسنا هناك فرق لقد رأيت من قبل أناسا يبكون وكان يبدو أنهم يتوبون لكن الروح قال لا يتوبون ورأيتهم يرتكبون الزنا بعدها بشهر واحد ثم رأيت أناسا لم يبدو عليهم التأثر لكنهم تحرروا بالكامل لكي أكون أمينا معكم المؤشر الصحيح للتوبة الحقيقية الحزن الإلهي ليس المشاعر ولا الدموع بل المؤشر هو هل القلب يتغير؟ هل أنتم معي؟ حسنا الآن التحرير قبل السادس من مايو 85 إن وجدت مواد إباحية حولي كنت أنجذب إليها كالمعدن للمغناطيس حقا كنت أذهل كم كان سهلا علي أن أجد المواد الإباحية أتفهمون؟ بعد أن تحررت استطعت أن أبتعد عنها والآن دعوني أقول وأنا في الشارع حين تمر فتاة ترتدي ملابس كيف يمكن أن أصف هذا غير جيدة غير لائقة أنظر إلى الأرض إلى جانب الطريق حين أمر بجانبها لكن هذا ليس أفضل ما يريده الله يريدني الله أن أنظر إليها وألقي التحية بدون أي شهوة حسنا الآن ماذا حدث؟ اسمعوا ما قاله يسوع يقول يسوع هذه الكلمات وستعرفون الحق والحق سيحرركم هناك فرق بين أن تنطلق حرا وأن يتم تحريرك حسنا أنظروا إلى الأمر هكذا يمكنني أن أطلق الكوب حرا من الماء بأن أسكب الماء فيصبح فارغا أو يمكنني أن أحرر الكوب من كل الماء بأن أحشر يدي داخله فتحل يدي محل الماء وفي ذلك الوقت سيصبح مليئا بيدي صحيح؟ إذن ما هي اليد؟ إنها الحق إذن الآن يجب أن يجدد الرب ذهني هل تتابعونني؟ سأقول لكم أول إعلان جاءني كل امرأة ابنة ربما لا يبدو هذا مبهرا لكم لكنه كان إعلانا لي كل امرأة هي ابنة لرجل ما وهكذا لم أعد آرى المرأة قطعة لحم أراها ابنة شخص ما ثم الإعلان الآخر لي ربما بعدها بأشهر لا أعرف المرأة مخلوقة على صورة الله إنها ابنة الله إنها مكللة بالكرامة حينها قلت لنفسي واو أقول بأمانة تطلب الأمر سنتين لكن الآن إن أبرقت المواد الإباحية أمامي أشعر بالإشمئزاز الأمر الذي لم أكن أستطيع الابتعاد عنه أبدا أصبح مقززا ولدي خبر ما فعله معي يمكن أن يفعله معك سمعت أناسا يقولون الرجال هم رجال ويجب أن تفهم أن هذه هي طبيعة الرجال هذا غير صحيح كنت مقيدا حتى النخاع والآن أنا حر لا لا تسيء فهمي أنا مولود وحي بيسوع لكن كانت الخطية مسيطرة على الجسدي كانت في فكري وفي جسدي لا أعرف الكثير عن اللاهوتيات ولستم تمن ما أعرفه أنني حر لقد تم تحريري هل أنتم معي؟ ثم اكتشفت قوة يسوع المسيح وأريد أن أعرض هذا ليقرأه الجميع هل يمكن أن نصدق أن نعمة يسوع المجانية يمكنها أن تحررنا من عقاب الخطية الأبدي ولكنها ليست كافية لتحريرنا من قيود الخطية؟ هذا الكلام كذب هذا كذب مطلق أريد أن أريكم شيئا يقوله بولوس لأهل أفسوس والله قادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلبه أو نتخيل حسب شدة قوته العاملة فينا ما هي هذه القوة؟ إنها نعمة الله يقول الله هذا كمال قوتي قوتي أنا تظهر في الضعف تكفيك نعمتي فكمال قوتي قوتي أنا يظهر في الضعف تلك القوة العاملة فينا هي نعمة الله فهي نعم تغفر وهي نعم تخلصنا وهي هبة مجانية لكنها أيضا تعطينا القدرة على الابتعاد عن قيود الكريبتونايت هل أنتم معي؟ حسنا في الختام لماذا تعتبر أفلام الأبطال الخارقين أكثر الأفلام شعبية هذه الأيام؟ فكروا فهناك الأفلام الكوميدية وغيرها وأفلام الخارقين لا يشاهدها الصغار فقط اسمعوا كنت في الطائرة في طريق العودة من نيوزيلاندا وقابلت امرأة كانت تجلس بجواري قالت أنا أشاهد أفلام الخارقين كثيرا أنا كبرى المعجبات بها وكان عمرها أكثر من سبعين تفهمون لماذا هذه الشعبية؟ لأنها تحقق لنا وضعا قد خلقنا لنكون عليه ولكننا لا نحققه قلت من قبل إن الكنيسة الأولى كانوا أبطال يومهم ونشتاق لهذا ولكننا لا نحققه انظروا إلى السوبرمان وفكروا ستجدون هذا نحن نستمتع جدا بأبطالنا الذين ينتصرون على الشر نشاهد فيلما كاملا لهذا خلق الله البشر ليكونوا كما يقول في تكوين واحد سبعة وعشرين على صورته يعكسون طبيعة الله لكن هناك جزء من طبيعة الله لا نتحدث عنه سوف أريكم إياه في كتاب الخروج خمسة عشر ثلاثة ماذا يقول؟ يقول الله محارب تفهمون؟ هل فكرتم في كونه محاربا؟ حسنا إنه محارب ضد الظلم هذا جزء من طبيعته لا نتحدث عنه كثيرا إشعياء 42 يقول سيخرج الله كرجل قوي للحرب إنه البطل الحقيقي الخارق الحقيقي وكمحارب استيقظ غضبه يهتف ويصرخ ويظهر قوته على أعدائه المحاربون يحاربون الظلم صحيح؟ هل سبق ورأيتم محاربا خاملا؟ هل سبق ورأيتم محاربا خجولا مثلا؟ جابانا؟ لا المحاربون شرسون كما أنهم يتغذون على ما هم مدعوون له قال يسوع هذه الكلمات طعامي هو تنفيذ إرادة ذاك الذي أرسلني ما هي إرادة الذي أرسله؟ لماذا أرسله؟ يقول الكتاب ولهذا جاء ابن الله كي يدمر أعمال إبليس هذا هو السبب يسوع المسيح محارب ونحن مخلوقون على صورته هل تسألت لماذا قال يسوع لكل كنيسة من الكنائس السبع؟ من ينتصر ومرة من يغلب؟ قال هذا لكل كنيسة منها على حدة كيف خفف الناس من هذا؟ يقولون هو المنتصر ونحن في المسيح وبالتالي هذا يجعلنا بالتبعية منتصرين لا هناك جزء ناقص قال يسوع هذا للكنائس إن كانوا منتصرين أصلاً لماذا قال من يغلب؟ إن كانت حقيقة واقعة لأنهم في المسيح نعم إنها حقيقة روحية أنا في المسيح أنت في المسيح أنت في المسيح إذن فنحن لنا هوية المحارب الحقيقي لأنه هو محارب لكننا أيضاً نعيش حياة المحاربين إذن كيف ننتصر إن لم يكن هناك ما ننتصر عليه؟ هناك ليكس لوثر حقيقي ليكس لوثر حقيقي واسمه إبليس ولديه جماعات وتعرفون؟ بالضبط كما أن ليكس لوثر لا يقوى على السوبرمان كل ما يمكنه أن يفعله هو أن يجعله يتواصل مع الكريبتونايت ليكس لوثر الكون تم نزع سلاحه تم نزع سلاحه بالكامل نزع يسوع كل أسلحته منه الطريقة الوحيدة التي يقوى بها علينا هي أن يجعلنا نتواصل مع الكريبتونايت الروحي أتمنى بعد هذه الدروس الثمانية وبعد قراءة الكتاب وأريد أن أؤكد على أهمية قراءتك للكتاب لأن هناك كلاماً كثيراً لم أقله من المهم جداً أن تقرأه لتحصل على معرفة الله في داخلك لكي تقدر أن تقف ثابتاً أمام ليكس لوثر أو جماعاته حين يهاجمونك حين يحاولون تسليمك للكريبتونايت دعني أقول لك ما يفعله هو أنه سيريك المنفعة اللحظية وليس العواقب البعيدة لا تسقط في هذا الفخ مجدداً أؤمن أنه بعد هذه الدروس الثمانية وبعد قراءة الكتاب ستثبت وستعرف الكريبتونايت وستحاربه أسعدني وجودي مع جاستن وماتي وأردن وأنت يا بروك أشكركم كثيراً أسعدني الحديث لكم دعونا نصلي ونطلب تحرير الله أبانا في اسم يسوع أصلي من أجل كل رجل وكل امرأة تشاهدنا يا رب لا يوجد حدود مكان ولا حدود وقت في الروح حضورك موجود الآن معهم في مكانهم أشكرك كثيراً الآن أيها الآب لأن كلمتك تقول إنك تعمل فينا أن نريد وأن نفعل من أجل المسرة أتحدث إلى قوات الظلمة التي خدعت أتحدث إلى الكريبتونايت الذي نزع قوة أخي أو أختي وأضعفهم أكسر قوته من على حياتك الآن وأنا أطلب قوة لروحك لتترك الشيء الذي ظل يعطلك كثيراً أقيد باسم الرب يسوع المسيح الكلمات التي قيلت عليك وجعلتك أسيراً أنا أطلق في حياتك الآن مسحة الله وقوته لتتمكن من الثبات والابتعاد عن هذه الخطية التي اكتنفتك بسهولة أصلي باسم يسوع أن تطرد بعيداً كل تلك الأحمال والخطايا المحيطة بك وتسير في حضور الله الحي القوي وأن تكون أنت البطل الخارق الحقيقي لهذا الجيل أباركك في اسم يسوع أصلي أن تحميهم يا أبي باسم يسوع آمين 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة